في البداية قبل بتكلم على الدومين وعلى الرنج عايز كده نتفق مع بعض على بعض الطرق في كتابة الانتورفل او التمثيل الانيكوليتز بالنسبة للارقام في الريال نامرز احنا كلنا طبعا عارفين ان الاشارة دي او النوتيشن دي معناها اقل من فلما بقول ان ال اكس ليس الزين واي يبقى بننطقه كده ان ال اكس ليس الزين واي يبقى دايما النطق بتاعنا بيكون من هذا الاتجاه وهو ان ال اكس اقل من ال واي وان الاشارة دي كده معناها ليس الزين بس مش ليس الزين وايكول ولانا لو عايز اقول ليس الزين وايكول كنت لازم اغير الانتوريشن دي واحط بدلها الانتوريشن اللي فيها علامة التساوي تبقى اكس ليس الزين وايكول واي ولو عايز اقول ان ال اكس اكبر من ال واي فكنت اقول ال اكس جريتر زين واي تبقى بالشكل ده يبقى اتجاه السحمة يكون من ال اكس لل واي أو أقول أن طبعا أربع حاجات أحنا قريدي عارفينهم بس بنحاول أن نحن يعني نركز عليهم تاني أو نخب بنا بس منهم تاني طب لو عايز أكتب يعني عايز أقول مثلا أن البي هي جريتور زين الاي وليس الزين السي يبقى البي هي أكبر من الاي وأقل من السي يبقى دية عبارة عن حاجتين أو دي تطلع لي جزئين وهو أن البي أكبر من الاي وأن البي أقل من السي يبقى ممكن أكتبهم مرة واحدة كده يبقى دايما لما بنيجي ننطقها بننطقها من الجزء اللي في المنتصف أكبر وأقل يبقى دايما بنقول كده أن الاكس أكبر من الواحد وأقل من الخمس أن الاكس أكبر من أو تساوي السالب اتنين وأقل من التمانية وهكذا يبقى دايما أنا ببدأ أنطق من المنتصف من الاكس او البي زي المثال اللي قدامي اكبر من كزا وا او اقل من كزا. يبقى اخلص الجزء بتاع الاكبر وبعدين الجزء بتاع الاقل. مش هتفرق يعني ده الاول او ده الاول بس في النهاية انا اه يعني ببدأ من هنا واكتبع او انطقع على جزئين. اكبر اقل. اكبر من او ساوي اقل من كزا. وده في النهاية اه بيستخدم في الاخر الاربعة دول برضو. بس كاينه بيجمع حاجتين اتنين مع بعض. طيب لما اجي اكتب الكلام دوت بصورة الانتورفال نوتيشن. اواجي اعبر عن الكلام دوت في الجيومتريك ديسكريبشن. يعني اعمله على خط الاعداد. الشكل بتاعي بعمل ازاي? فلو جينا بصنا مثلا على الانيكولاتي اكس. جريت او زانور ايكول اي. ولس الزانور ايكول بي. يبقى هنا انا بقول ان المتغير اكس هو اكبر من او يساوي الفاليو اي واقل من او يساوي الفاليو بي. فلما باجي امثل الكلام دوت على الجيومتريك دسكريبشن او على خط الاعداد فباجي اقول الاي. ودي نقطة البي. الاتنين الاي او البي بعملهم زي ما احنا شايفين. ليه? لان علامة التساوي ديت بتديني دلالة. وهو ان نقطة الاي موجودة معايا. ونقطة البي موجودة معايا. علشان كده النقطتين وكل ما هو ما بينهم. فوصلت ما بينهم. ولما اجي استخدم وده مهم جدا عشان كمان شوية لما نيجي نتكلم على الدومين وعلى هنستخدم ده باستمرار. فلازم نبقى عارفين ان احنا لعشان نعبر عن من نقطة اي لنقطة بي والاي معايا والبي معايا فبستخدم اللي هي المغلقة من ال اي للبي. ودي شكل الاقواس اللي هي هتكون بالشكل اللي قدامي ده. طيب لو انا خليتها اكبر من الاي واقل من البي. حزفت الايكوال اللي كانت موجودة هنا وهنا. يبقى اللي يحصل هنا في الشكل في الجيومتريك وانت بتعمل الربريزنتيشن هتتعمل زي ما انت شايف كده عند الاي. زي ما انت شايف كده عند البي. ده هيدل على ان نقطة الاي نفسها مش معاك. ونقطة البي نفسها مش معاك. ولكن كل ما بينهم موجود معايا. فده بيديني نفس اللي انا عايز اقوله بالزبط. وهو ان الاكس اجريتر زين اي ولس الزين بي. ولما اجا استخدم الانتروفال نوتيشن فاقول اي كوما بي واحط الاقواس بتاعة الانتروفال ولكن الاقواس هتكون اوبند انتروفال يعني هتبقى الاقواس بتاعتي اللي بتعبر عن الاقواس المفتوحة بالشكل ده. وممكن استخدم الاقواس اللي بالشكل ده. تبقى كده. ولكن دية الاكسر استخداما. الاتنين بيعبروا على ان الاي مش معايا والبي مش معايا. ولكن كل الارقاب اللي ما بين الاي والبي بتكون معايا. طب لو قلت ان الاكس اجريتر زين ار ايكوال اي ولس الزين بي ده معناه ان انت هتقفل عند الاي وتفتح عند البي يبقى تبقى اي تو اوبند بي. يبقى تبقى دي الانتروفال بتاعتنا اللي هي من اول اي لغاية البي بس واضح هنا ان نقطة البي مش موجودة معانا من ضمن الارقام او من ضمن بتاعت الانتروفال اللي عندنا. لو عكسنا هتبقى العكس. البي هي اللي هتبقى والاي هتبقى اوبند. طب لو قلنا اكس جريتر زين ار ايكوال اي بس يعني قلنا اكس اكبر من او تساوي الاي ده معناه ان احنا كل القيم اللي اكبر من او تساوي الاي. يبقى بنبدأ من عند الاي والتساوي. يبقى ازا الاي دي كلوزد. وكل ما هو اكبر منها يبقى في الاتجاه الموجب بنستمر. وده معنا ان احنا بنقول لغاية الانفينتي. ولما بنجي نكتبها بصورة الانتروفال نوتيشن فبنقول اي وانفينتي. الاي دي كلوزد علشان فيه يساوي. يبقى الاي معايا. والانفينتي دايما بتكون سواء الانفينتي او الماينس انفينتي دايما بتكون الاقواص بتاعتهم اه اوبند. لان هي مش مقدرش ان انا اعرفها كفاليو اعوض بها فعشان كده هي دايما اوبند. طيب ملحوظة في موضوع الانتروفال نوتيشن وهو ان دايما انت بتبدأ من القيمة الاصغر للقيمة الاجبر. يعني لو انت بقول لك اكتب لي الفترة اللي هي ما بين الخمسة والسالب سبعة. فلما تيجي تكتبها يبتقول سالب سبعة الاول لان دهت القيمة الاصغر. وبعدين خمسة. يبقى بتكتبها كده الانتروفال فروم ماينس سبين توفايف. بقى او اوبند. المهم ان انت بتبدأ بيه القيمة الاصغر وتروح لقيمة الاجبر. عشان كده لو دايما عندك في الانتروفال ماينس انفينتي دايما هتلاقي هي اللي بدأ في الاول. وتروح بقى لأي حاجة تانية هن. ودايما لو عندك بوزت في انفينتي هتلاقيها جاية في الاخر وانت بدي بقى اي حاجة تانية زي ما احنا عملنا في المسال ده. لو قلنا اكس اكبر من الايه يبقى ده احنا هنشيل الكوز بتاع الايه ونخليه اوبند. طب لو قلنا اكس اقل من او تساوي البي ده اللي انا كنت لسه بتكلم فيه ده معناه ان انت كل ما هو اقل من او يساوي البي بقى بيوصل لغاية الماينس انفينتي فعيبدأ من عند الماينس انفينتي عشان دي هتكون دايما هي الاصغر. بس زي ما اتفقنا كمان ان الماينس انفينتي هتلاقي الكوز بتاعها دايما اوبند. انما البي هيبقى ده علشان هي فيها تساوي. لو قلنا الايكس بقى ليس الزان بي اقل من البي يبقى دايما هتلاقي هنا ده اوبند وهنا هتلاقي الكوز بتاعك ايه اوبند برضو. ده كده تمن اشكال كده علشان احنا نبقى فاهمين علاقة مجول اكس اكبر من تلاتة واي اكبر من سبعة واي اكبر من او يساوي خمسة واي ما بين الخمسة والسبعة واي ما بين السلب تمانية والتلاتة. اه ده كله تعبير في الاول. وبعد كده لما نيجي بقى نطلع ونكتب ونقول احنا عايزين نعبر عن الدومين والرينج باستخدام الانترفل. فنبدأ بقى نقول من سلب ما لا نهاية لتلاتة من تلاتة مغلق لخمسة مغلق وهكذا. نبدأ ان احنا نستخدم الكلام دوت في حساب او في كتابة ناتج الدومين وناتج الرينج. نتكلم دلوقتي على مسلا على سبيل المسال. فالنوتيشن طبعا بتاعتنا اللي احنا عارفينها نستخدم في التعبير عن العدد المطلقة او القيمة مطلقة للعدد ده. واي نقدر نحنا نجيب له عن طريق اللي قدامنا دي. اللي هي هيطلع لقيمة الا. طبعا الانبوت بتاعي هنا هو الا او العدد ا. هيطلع عندي نفس او نفس العدد ازا كان الا ده مضروب في سالب. يعني او سالب العدد. في حالة ان كان العدد دوت اقل من الصفر. يعني هيبقى طبعا اقل من الصفر معنا ان هو سالب. سالب في سالب. فمعنى كده ان الاودبوت اللي هيطلع هنا دايما هيكون وزان وريق والزيرو. طيب الابسليوت ده بيعبر عن ايه? بيعبر عن يعني بيعبر عن المسافة عند نقطة الاصل اللي هي نقطة الصفر. يعني لو قلنا مسلا لسبيل المسال ده معناه ان فيه من عند النقطة خمسة دي بتبعت خمس خمسة يونيتس مسلا ممكن لخمس وحدات عن عن النقطة صفر اللي هي نقطة الاصل. ولو قلنا مسلا نفس الكلام مسلا منجيب له الابسليوت فهيساوي برضو ثري وهو ان المسافة تلاتة يونيتس من عند نقطة الاصل اللي هي برضو الصفر. يبقى مسلا على سبيل المسال لو قلنا الايه يبقى الابسليوت فاليو للايه هي الديستانس اللي موجودة ما بين الزيرو ما بين الايه. وطبعا الديستانس ديت مش ما ما بنقولش فيها اتجاه. احنا بنقول بس ان المسافة مقدارها الايه. ازف باي اتجاه بقى قد تكون الايه في الاتجاه ده وقد تكون الايه في الاتجاه التاني. مهم ان هو المسافة مقدارها الايه. وديا بعض الامسلة زي ما بنقول وان بوينتو هتبقى وان بوينتو نيجاتف ايد بوينت سري فايف هتبقى ايد بوينت سري فايف لان العدد هيتحوض هنا وهيتضر في سالب فهيطلع في الاخر القيمة الموجبة. من هنا نقدر نقول ان الابسليوت فاليو للايه ايه 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 ده معناه ان اي عدد طالما هو القيمة ايه فهيطلع نفس الناتج اللي هو في النهاية الاتنين دولارت هيساول ايه. كانت برضو بنتكلم لو بنتكلم على من رؤية المسافة فهي هي زي ما قلنا المسافة في الاتجاه اليمينة وفي الاتجاه الشمال هو بيتكلم على المسافة او وحدات كده بغض النظر عن الاشارة او الاتجاه. وكمال لو قلنا عندنا او بي وضربنا الرقمين دول في بعض وجبناهم الابسليوت. هيطلع برضو لكي انك جبت الابسليوت للرقم الاول وضربته في الابسليوت الرقم التاني. فعلى سبيل المسال لو قلنا الابسليوت الفور مسلا. فهيبقى اكوال ايت. والابسليوت فاليو للتو لو ضربناها في الابسليوت فاليو للفور فهيساوي برضو تو تايمز فور لو يساوي برضو الايت. هيبقى نفس القيمة. بغض النظر عن الاشارة يعني لو خلنا دي مسلا من ودي هتبقى اديية زي ما هي. فهيطلع لنفس الناتج في الاخر. لان ده هيساوي سالب تمانية الابسليوت فاليو ليه يطلع لالتمانية. وده هيساوي الاثنين الابسليوت فاليو في الاربعة يتساوي برضو التمانية. يبقى بغض النظر عن الاشارة عملية الضرب متحققة في عملية في احجاد الابسليوت فاليو. وهنا بعض الخصائص ان احنا زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت وهو ان الابسليوت فاليو لاي غير نمبرز هو طبعا مش هيساوي صفر الا ازا كانت دي بتساوي صفر فهيطلع صفر. اي تانية للسي سواء كانت بالبولتف او بالنيجاتيف هيطلع رقم زين الزيرو. فمعنى كده ان احنا لو استبعدنا السي بتساوي صفر شلناها فمعنى كده ان هيساوي دايما قيمة موجبة اكبر من الصفر. وقلنا ان الابسليوت فاليو للرقم بتساوي الابسليوت فاليو السالب الرقم. وقلنا ان حاصل الضرب برضو متحقق في الابسليوت. وكمان حاصل الاسم حتى لايه متحقق بس بشرط ان ما يكونش الابسليوت فاليو للدي بتساوي صفر. يعني لازم المقام لا يساوي الصفر. طيب نقدر نستخدم الجامعة بنفس الطريقة يعني زي ما عملنا في الضرب. لو قلنا الابسليوت فاليو مثلا لاي بلاس بي. هل هو هو يساوي الابسليوت فاليو للاي بلاس الابسليوت فاليو للبي. ولا الكلام ده هيبقى مصح في جميع الحالات. طبعا لو انت خليت اشارة الاي والبي ليهم نفس الاشارة. يعني اما الاتنين موجب او الاتنين سالب. فالكلام ده هيكون متحقق. زي ما بتقول مثلا تو بلاس ري. فهيبقى ايقوال الابسليوت فاليو للفايف اللي هي اعتبقى ايقوال الفايف. ولو جبت الابسليوت فاليو للتو وجماعته على الابسليوت فاليو للثري. هيساوي برضو فايف تو بلاس ري. ولو خليتهم الاتنين بالسالب ديه يتبقى ماينس وده يتبقى ماينس. وده يتبقى ماينس. ولكن هنا هيطلع في الاخر الناتج بالموجب وهيطلع الناتج بالموجب والالتنين برضو هيكونوا متساوين. ده هيطلع الاتنين هتجمعهم برضو هيبقى فايف. انما لو حصل اختلاف الاشارة. يبقى كان عندي الاوي الليهم意 عن اشارتهم مختلفة. يعني واحد موجب والتاني سالب. اللي هيحصل ان انت هتلاقي ان الناتج ده مش هيبقى متساوي. يعني لو انت جبت مثلا ال اي ايقوال ماينس ري والبي ايقوال فايف وبدأت تشوف. ماينس ري بلاس فايف هيبقى ايقوال تو والابسلوت فاليو للتو هيبقى ايقوال تو. لو جيت تقول بقى انا عايز اجيب الابسلوت فاليو لل اي الوحده. فهتجيب الابسلوت فاليو لي فهيطلع لك وينجيب الأبسولوط للفايف فهيطلع فايف لو جمعتهم هيطلع ات طبعا الاتنين لا تساوي التمانية وده معناه ان لو انت احطيت علامة equal ما بين التو terms دولة سيبت كلام الصح وده اللي بنسميه وهو ان الابسولوط value للا ا بلاس ال بي هو وده اللي احنا لاحظناه هنا ان لو جبت الرقمين وجبت لكل واحد منهم على حدة الابسلوت فاليو وبعدين جماعتهم هيطلع الرقم اكبر من اللي انت لو جبت الرقمين جماعتهم وبعدين جبت لهم الابسلوت فاليو وده بشرط ان هم كانوا مختلفين في الاشار انما لو كانوا متشابهين في الاشارة فهم حيتساوي هتلاقي ده بيساوي ده يعني الاتنين دول مجموحهم زي ما عملنا فيه المسال الاولين ده وبناء عليه هو ليس الزانور ايكوال امتى يبقى الترمي ده اكبر من ده لما اشارتهم تختلف ويمتى يبقى متساوي لما اشارتهم اشارة الاول بي تكون متشابه هنروح بعد كده لي ايجاد الديستانس ما بين two numbers يعني انا عندي عددين عايز اوجد المسافة اللي ما بين العددين دول طبعا لما بوجد المسافة نفس القصة لما كنت بقول الابسلوت فاليو للرقم هو المسافة ما بين اللقطة الصفر لغاية الرقم ده هي بتساوي القيمة دي وكنت بقول ان هو مثلا بغضن النظر عن الاتجاه او الاشارة واتبقى عاملة ازي لو انا جبت برضو وقلت انا عايز اللي ما بينهم كأنك لو رحت على خط الاعداد ادي نقطة السلب خمسة ودي نقطة التلاتة المسافة اللي ما بينهم بيدي ايه كم يونت؟ هتلاقيا تمانية يونت يبقى انت اتحرك كده casts اتحرك فأي اتجاه بغضن النظر عن الاشارة التلاتة والاشارة بتاعت السلب خمسة بغضن النظر عن اي حاجة من حاجات دي انا بتكلم على ان نقطتين دولة المسافة ما بينهم 8 وحدات ان قد يكون الرقمين موجودين في الموجب او الرقمين موجودين في السالب او واحد في الموجب واحد في السالب في النهاية انا بحسب ال distance ما بين 2 numbers دول مش بحسب هما اشارتها موجبة ولا اشارتها سالبة فبنال عليه ازاي اجيب الكلام دوت باستخدام absolute value ان انا هجيب absolute value لحاصل طرح الرقمين دول من بعض طيب اطرح مين ناقص مين اي حاجة انت عايز يعني انت مثلا قلت عايز تجيب الرقم بتاع ال minus 5 الاول كتبته في الاول وبعدين قلت ناقص الثلاث فهيطلع لك negative 8 اللي هو عهد ديني 8 يبقى فيه 8 unit زي ما احنا شايفيه ولو رحنا بدأنا ب3 قلنا 3 minus minus 5 طبعا لان دي minus 5 already والقاعدة بتقول اطرح الرقمين فاكيد السالب ده اللي جاي من الرول نفسه اللي هو السالب ده او السالب ده انما السالب اللي مع الخمسة ده هو عشان هي سالب خمسة ففي الحالة دي حيديني 3 plus 5 يعني 8 فهيبقى ال absolute value لها برضو 8 ففي كلتا الحالتين حيطلع نفس القيمة ونفس البعد وما بين النقطتين سواء طرحت البداية نقص النهاية او النهاية نقص البداية بس بشرط ان انت بعد كده تجيب لها absolute value فهيطلع لك distance من الا للبي لو انت قلت مثلا عندي النقطتين او البداية اللي انا عايز اجيب ما بينهم المسافة اللي هم الا والبي بداية والنهاية فلو طرحت البي نقص الاي وجبت لهم ال absolute او طرحت الاي نقص البي وجبت لهم ال absolute اللي تلاحي دوك نفس القيمة وهو distance ما بين النقطتين دون طيب لو جالي مثلا حاجة زي كده وقال لي solve the equation دي absolute value x plus 5 equals 3 geometric دي طيب انا علشان احل حاجة زي كده او solve equation معناها اوجد قيمة ال x يبقى هنا مطلوب دلوقتي ال x دي تبقى بكام علشان تحقق المعادلة دي او تحقق ال equation اللي قدامنا دي طيب اولا اولا لو اعتبرتها على انها فرق من النقطتين او مسافة من النقطتين طيب مسافة من النقطتين كانت بتقول الفرق ما بين ال a وال b او المسافة ما بين ال a وال b بتجيب لها ال absolute بيجيب لك المسافة اللي موجودة ما بين نقطة ال a لو انت حطيت هنا نقطة ال a وحطيت هنا نقطة b فبيجيب لك المسافة اللي هنا دي طيب احنا نقدر نعتبر دا ان هو فرق برضو او مسافة يا بين النقطتين اه نعتبر ان احنا عندنا ال x اللي احنا بندور عليها مش عارفين قيمتها كام ومعنا 5 ولكن الاشارة دي مجابة المفروض ان القاعدة فيها سالب فلو كتبنا هنا سالب يبقى لازم نقول D-5 عشان تبقى كده مكتوبة على الرول مزبوط على الرول دي مزبوط وهنا تبقى لو ضربت السالب في السالب فيرجع لك X-5 زي المسألة ما هي جاي وتقول ان الكلام ده المفروض انه بيساوي 3 وده يعني ان انت لو حتروحت على خط الاعداد كده وعملت نقطة السالب 5 دي نقطة السالب 5 وبتقول ان المسافة ما بينها وما بين نقطة X ما هو معنى X يعني المسافة ما بين X والسالب 5 بتساوي 3 المسافة دي كده 3 تلاتة وحدات تلاتة ارقام يعني وتقدر تتحرك في الاتجاه التاني كمان برضو نفس المسافة تلاتة تروح برضو عند ال X يعني انا عندي كمتين اتنين لل X ممكن اجيب يمين السالب 5 وشمال السالب 5 بس البعد سابت وهو البعد 3 فيطلع لقيمة X لو زودت طبعا لو تحركت في الاتجاه الموجة بقى فاعتبقى هنا لو عايز تحرك نقطة دي سالب 4 سالب 3 سالب 2 يبقى 1 2 3 يبقى دي هتبقى سالب 2 او تحرك كده يبقى سالب 6 سالب 7 ودي هتبقى سالب 8 يبقى يبقى انا دلوقتي عندكم امتين اتنين لل X وهم negative 2 و negative 8 لو انت ضفت عليهم الخمسة او جبت الفرق او مسافة بينهم وبين السالب 5 هيطلع لك 3 وحدات ولو ربط فعلا هنا في القعدة بقى طبقت ال X دي بسالب 2 فهيطلع لك هنا بوزة تبس 3 هتبقى 3 فدي حطها بسالب 2 زائد الخمسة يعني زائد 3 طب حطت سالب 8 زائد الخمسة يبقى سالب 3 الابسلود فالو هتطلع برضو يبقى علشان احل الكلام دوت انا اضطريت ان انا ألجأ لي ما بين نقطتين النقطتين هنا كانوا هما نقطة ونقطة السالب 5 وخليتها سالب 5 ليه؟ للسبب ايه؟ ان القعدة نفسها بتقول حاصل طرح النقطتين فعشان اخليها حاصل طرح خليت القيمة دي سالب 5 عشان تبقى سالب في سالب تماموجب زي ما هي جاي انما لو كان المسألة من الاول جاية بتقول كده X ناقص 5 بساوي 3 ما كنتش اتضرت ان انا عملت الموضوع ده كنت خلاص هتعامل من عند نقطة الخمسة واتحرك 3 نقاط و3 نقاط يمين وشمال فكان هتطلع لل X الاولانية دي ب2 وال X دي كان هتطلع لل 8 طيب نقدر نوصف الopen والclosed interval عن طريق الانيكواليتي يعني احنا قلنا في الاول ان احنا عندنا في حاجة اسمها open interval والopen interval قلنا لازم يكون القوسين لاتنين open زي اللي قدامنا دي مثلا دي open interval من الر من السالب الر للر وعشان القوسين لاتنين open بالمنظر ده او بالمنظر ده زي ما اتفقنا قبل كده فهم في النهاية كده بنقول عليها open interval انما لو كان القوسين دول اتclosed كنا هنقول عليها closed interval كان يبقى بالشكل ده يبقى دي كده closed interval انما الاتنين دول كده open ودي الوحيدة هي اللي closed طيب ماشي نوصف ازاي الفترة او الانترفل اللي هي الopen اللي من سالب R لR اللي هي زي اللي على خط العدد قدامنا كده زي ما وضحنا قبل كده نحن نقدر نوصفها جيومتر كده بالمنظر ده من ال R او من السالب ال R لل R والاتنين open علشان خاطر هي open entered المسافة دي كده تعبر ازاي عن طريق الاستخدام هتبقى بالشكل ده absolute value of X ليس زين R طيب ليه كده absolute value of X ليس زين R بتديني الفترة دي لانه absolute value of X احنا عرفنا ان هي المسافة من عند نقطة الصفر لغاية لغاية مسافة معينة اللي هي ولتكن هنا عتمعه ال R فلو انت تحركت من الصفر لغاية ال R كأنه بقول absolute value of X بسوي R وال R ممكن تبقى في الاتجاه ده او في الاتجاه ده لانه بيتكلم على مسافة فالانتجاه ده او الاتجاه ده فمعنى نقول اقل من ال R يبقى هو ممكن يبقى ال R بس قبل ال R على طول يعني عشان كده دي open او يبدأ بقى يقل يقل عن ال R يبقى أقل شوية أقل شوية أقل شوية أقل شوية أقل شوية لغاية ما يوصل عند الصفر طبعا الكلام ده في الاتجاهين لتنين فعشان كده هو بيشمل جميع القيم اللي موجودة ما بين السالم R لل R يبقى على بعد نقطة الصفر يمين وشمال بمقدار ال R بس ما يشملش البعد R بالذات لانه لا يساوي ال R هو أقل من ال R لو قلنا يساوي R يبقى كده بيقول على بعد R يمين وشمال انما أول لما يقول أقل يبقى كده البعد ال R ما بقاش معايا عشان كده هتلاقي النقطتين لاتنين open لانه open interval وكمان هتلاقي ان جميع القيم اللي أقل من ال R بقت معاك كل ده أقل من ال R أقل من ال R أقل 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 وقت ما يوصل عن صفر نفس الكلام برضو هنا بنفس الطريقة في الاتجاه ده في الاتجاه ده ونتكلم طبعا على البعد من هنا والبعد من هنا القيمة اللي عندنا اللي حددت هي قيمة ال R اللي كانت موجودة عندي يبقى ده هو هو لما منقول ان ال X من سالب R ل R طبعا واضح ان ما فيش هنا مفيش هنا عشان هي open interval من المنظر ده كأن ال X بيلونج تو من ال negative R لل R طيب لو احنا حبينا نبعد شوية عن نقطة الزيرو دي يعني لو قلنا مسلا عايزين نجيب مسافة من أول C minus R إلى C plus R برضو كinterval open برضو open interval برضو ففي الحالة دي كاننا بنجيب بقى فرق ما بين أو مسافة ما بين نقطتين فبقيت بتقول X ناقص C فده معنا ان البعد ما بين النقطة X والنقطة C اللي هو هيكون أقل من ال R يبقى لو انت حطيت مكان نقطة الصفر النقطة C احتضر واحد ال C دي هي المركز بتاعك عشان كده هنسميها كمان شوية center أو و هتتحرك مسافة R يمين وشمال ولكن انت أقل من ال R فمش هتوصل لغاية ال R فدائما هتبقى دي open و دي open لانها open interval برضو و هتلاقي ان كل الارقام اللي أقل من ال R included فهي كده هتبقى كل القيم دي كل القيم اللي باللون ده لغاية من هنا لحوالين ال C كيان المسافة دي R والمسافة دي R ولكن هو نقطة النقطة اللي عند ال R في الآخر دي مش معايا والنقطة دي مش معايا لانها أقل بس مفيش هنا أقل منها أو تساوي واضح ان دي كده open interval طيب نقدر نطلع هنا مسميات أولا هي open interval والسبب ان العلامة دي أقل بس يبقى هم مرتبطين ببعض جالي الnotation ده أقل بس يبقى على طول أعرف ان دي open interval أو جات لي open interval أعرف ان دي أقل بس طيب تمام تاني حاجة ايه هي ال C و ايه هي ال R ال C اللي احنا بنسميها الميد بوينت او بنسميها السنتر اللي هي النقطة دي واعتبعد مسافة R يمين ومسافة R شمال طيب المسافة R دي اللي هي ايه دي بنسميها ال radius اللي هي تعتبر ايه radius احنا عارفين ان ال radius في السيركل هو نصف الكتر هنا بالنسبالي هو نصف المسافة نصف ال interval يبقى ال interval اللي هتبدأ من عند C plus R لغاية C minus R المسافة دي كلها اتنين R يعني هي R يمين C و R شمال C يعني مسافة كلها اتنين R نصها اللي هي تعتبر ال radius او ال R اللي هي اللي احنا بنقول عليها هنا يبقى انا محتاج اعرف حاجتين في المسألة لما يكون عايز اعرف الشكل ده او اطلع ال interval بالمنظر ده محتاج ان انا اعرف ال C وال R مجرد ان انت عرفت ال C وال R تقدر تكتبها سواء بالشكل ده او بالشكل ده او تمثلها حتى في صورت جيومترق طيب عشان اجيب ال C وال R اجيبهم ازاي ده اللي احنا عنقوله يبقى لو عندك interval ولتكن هي open interval من LB او closed interval يعني كمان احنا بنتكلم على open دلوقتي ولكن لو هي closed حتى برضو هتتحسب ال C وال R بنفس الطريقة فهتبدأ تحسب ال C ازاي هتقول هي منتصف النقطة اللي في منتصف المسافة النقطة اللي في منتصف المسافة انت عندك نقطتين وعايز تجيب النقطة اللي في المنتصف بالنسبة له اللي هي الميدل ليهم اللي هي عبارة عن ايه حاصل جمعهم على عددهم لان انت هما نقطتين اتنين فهيبقى حاصل جمعهم على اتنين يبقى كانك بتقول النقطة الاولى زي النقطة التانية على اتنين يبقى لو جبت ال A plus B وضربت الكلام او اسمت نص يعني انا وسمته على اتنين. فده هيطلع للسي اللي هي الميت بوينت. فانت شوف بداية البداية النقطة الاولانية فين? بزاية الانترفال فين? ونهاية الانترفال فين? بتجمحهم وتسهمهم على اتنين بيطلع لك السي. طب الار هنطلحها ازاي? الار هنطلحها عن طريق نص المسافة ما بين النقطتين دول. مش انت اتفقت معايا دلوقتي ان الار هي هي تعتبر نص المسافة لان المسافة كلها اتنين ار زي ما شفنا في الرسمة دي. تمام? لو انت عندك النقطة اي وعندك النقطة بي. المسافة ما بينهم بنجيبها ازاي? المسافة ما بينهم كلها بنجيبها كده. الابسليوت فاليو. بي ناقص الاي? بنطرح. او اي ناقص البي? طالما احنا حطيني الابسليوت بنطرح اي حاجة من اي باي نقطة من النقطة التانية. طلع لي المسافة دي كلها. المسافة دي كلها اتنين ار. انا عايز الار بس. خلاص اقسم الكلام ده على اتنين او اضرف في نص. فهتلاقي هنا بي ناقص الاي. اللي هي النهاية ناقص البداية. واستخدمنا هنا دايما استخدمنا هنا بي ناقص الاي ما استخدمناش الاي ناقص البي لان احنا شلين علامة الابسليوت من هنا. طبعا لو انت حطيت علامة الابسليوت هنا كده. بدل الاقواس دي. من حقيقة تقول اي ناقص البي او بي ناقص الاي. هيدوك نفس الناتج زي ما شفنا قبل كده في الفرق ما بين نقطتين او البعض ما بين نقطتين. انما هنا ببقى انك انت هتستخدم الاقواس على طول فتجيب النقطة الاكبر لنهاية الانترفل ناقص بداية الانترفل. يبقى دايما هتقول بيه ناقص الاي. تقس تضرب الكلام ده برضو في نص او تقسم على اتنين حيطلع لك الريديس او ال ا. طب ايه اللي يحصل لو كانت يعني الاقواس بتاعتك بقت زي ما احنا شايفين كده. والعلامة دي بقى فيها اقل من او تساوي. بعلامة التساوي بقيت موجودة. يبقى على طول النقاط دي هتتحول الى. ولكن ما فيش اي اختلاف خالص في حساب السي ولا حساب الار. بنفس الطريقة. لو شفنا كده مع بعض. اولا يقول لي او. طبعا دي ببقى انها يبقى على طول الشكل ده يكون قدام عيني. وهو اكس. طبعا حطيت. علشان خاطر دي كانت ايه. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة. انا محتاج هنا عشان اكتب الكلام ده موضي. ده يعني المثلها بالشكل ده. وعشان امثلها بالشكل دوت. يبقى انا عايز اعرف السيب كام واعرف الار بكام. دولة الحاجتين المجهولين بالنسبة لي. تفعل مع بعض وانا السي هي عبارة عن مجموعة النقطتين على اتنين. يعني لو قلت سالب واحد زائد التلاتة على اتنين. فهيطلع لي تو اوفر تو هيطلع اقوال وان. ولو جبت الار هتساوي حاصل طرح. يبقى النهاية ناقص البداية. عشان احنا مش هنستخدم الابسليوت فهنقول ثري ماينس وبعدين نحط ماينس وان. نحط اقواس عشان ما نطلق باش. على اتنين برضو. فكيانك بتقول فور اوفر تو هيبقى اقوال تو. يبقى سي اقوال وان والار اقوال تو. يبقى نقدر نكتب دي بالشكل ده. يبقى اقل من او تساوي. وحطينا التساوي علشان خاطر دي لو كانت كان هيتشال بس اللي يساوي ده من هنا. والار اللي هي اقوال تو. يبقى ده اللي احنا اه نقدر نعبر عنه الانترفال من سالب واحد الى تلاتة. يبقى زي ما قلنا اول حاجة عملناها جبنا السي. تاني حيعملناها جبنا الار وبعدين رحنا كاتبين الانترفال دي في صورة قلنا ان هي اي فاليو اكس بيلونج للريان نمبرز اللي هي الار اللي هي الريان نمبرز. حيث او وير او ساتش زاد ان الابسليوت فاليو الاكس ماينس الوار اون ماينس الوار اللي هي دي السي. اقل من او تساوي الار. اللي هي الاتنين. لو جينا عكسنا السؤال جبنا الصورة 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 وعايزين نكتبها صورة الانترفال. فطبعا قدامي لازم يبقى الشكل ده قدام عيني وهو ان انا بعارف ان الاكس ماينس دية السي اقل من او تساوي الار. لازم ابقى فاهم ان هي دي السالب دي في القعدة كأن فرق ما بين يعني مسافة بين نقطتين. والاقل من او تساوي دي علشان هي موجودة هنا هي تساوي فانا كتبت هنا تساوي معنا ان هي على طول يبقى خلاص ضمنت ان هي بس عايز اعرف من كام لكام. بتبدأ على طول عندك من اول السي ناقص الار وبتنتهي عند السي زائد الار. يبقى لو انت روحت قلت هنا فين السي بتطلع لك من هنا طبعا ان السي بتساوي واحد. وهيطلع لك هنا ان الار بتساوي اتنين. كأنني بالزبط بقول لو رحت عند نقطة الواحد كمركز بالنسبالك. وتحركت مسافة مقدارها اتنين ناحية اليمين. واتنين ناحية الشمال. فهتلاقي نفسك هنا روحت اتنين تلات. يبقى تحرك قطوطين تبقى عند التلات. وهنا هتبقى صفر سالب واحد. تبقى عند السالب واحد. فالانترفل او المسافة دي كلها هي من سالب واحد لتلات. وعلى طول عملت الاقواس علشان علامة تساوي اللي هنا دي. ولو جيت عوضت برضو هنا في الارقام فهتقول هنا سي اللي هي وان ماينس تو. فحيبقى ماينس وان. وهتقول هنا وان بلاس تو هيبقى اكوال ثري. فحيطلع لي برضو من سالب واحد لتلاتة. طيب واقدر كمان ان انا اجيب الاكس ماينس الوان واقول ان هي هتبقى اقل من او تساوي الاتنين. واجبر من او تساوي السالب اتنين. ومن هنا اقدر ازود واحد في التلات في التلات هزود هنا بلاس وان وهنا بلاس وان وهنا بلاس وان. فهتلاقي هنا الواحد ده راح مع ده. وهيتبقى لك هنا سالب واحد. وهيتبقى لك هنا موجب تلاتة. فهتبقى برضو الفترة من سالب واحد لتلاتة. اي طريقة من الطرق ديت هتوصلك لنفس الناتج وهو من طيب لو جالي السؤال بالمنظر ده مش نيس الزين بقى أنا طبعا عارف لو كانت اقل من يبقى تبقى اقل من او تساوي بس لو كانت اكبر من مالهاش قاعدة عندي طيب احلاها ازاي بقى لازم اروح اقول طيب انا دلوقتي هروح للاقل من وجيبه ازا انت جبت الاقل من هتطرحه منين علشان توصل للي اكبر من من الاعداد كلها يبقى دايما انت بتتكلم على مين اكبر حاجة عندك ياري النمبرز فئة الاعداد الحقيقة كلها ليها من سالب انفنتي لانفنتي طيب انت عايز الارقام اللي هنا اللي اتحقق اكبر من الاتنين انا مش اعرف اجيب دي طب اروح اجيب اللي اقل منها وتساوي الاتنين جبته طلعت شوية الارقام دول او معامل ايه او مشاهلهم منين شاهلهم من الار اطرحهم من الار يعني اقول ار فرق شوية الارقام دول فكده يجيب لي بقية الارقام اللي هي بتكون اكبر من الاتنين يبقى لو جبت الاكس ماينوس الوان وخليتها ليس الزينور ايقوال تو طبعا لو كانت الاكبر من هحولها عشان اعكسها يبقى العكس بتاعها اقل من او تساوي طب لو هي اكبر من او تساوي يبقى العكس بتاعها اقل من بس وهكذا لو كانت هي اقل من يبقى العكس بتاعها اكبر من او تساوي اقل من او تساوي يبقى العكس بتاعها اكبر منه يبقى دايما بنعكس الاشارة والتساوي تبقى موجودة في طرف واحد من الطرفين فمعنا كده ان دي اكبر من هتتقلب لي اقل من او تساوي انا كده بجيب عكس السؤال بجيب الحاجات اللي ما تنفعش للسؤال عشان انا اجيب دي بسهولة دي كده بقت زي الالسلايد اللي فاتت بالزبط اهي اكس ماينس وان لو اطلع لي سالب واحد وثلاثة من ماينس وان لثري فده برضو هيطلع لي من ماينس وان لثري او معامل ايه بقى او مرايح للريان نمبرز واقول له استبعد الفترة دي لان الفترة دي هي اللي بتديك اقل من او يساوي وانا عايز الارقام اللي بتجيب اكبر من الاتنين فعشان كده هقول ازا الحل بتاع السؤال ده هو عبارة عن كلها معادة الفترة دي من سالب واحد لتلاتة طيب جيب احنا زي ما قلنا حلنا السؤال عشان نحله بطريقة سهلة جيبنا العكس بتاع الانيكواليتي وحلناه فوصلنا منه للفترة من سالب واحد لتلاتة ورحنا شايلين الفترة دي منين من الار طبعا العلامة دي معناها برضو زي الديفرنس استبعاد يعني الار معادة الفترة دي او الار كده تكتبع برضو بالماينس كده صح برضو كده في النهاية كأنك بتقول من من ماينس انفينيتي لماينس وان بس اوبن يونيون او اتحاد من سري لانفينيتي هي هي كأنك جيب الار كولاو مستبعد الفترة اللي هي من سالب واحد لتلاتة فإما تقولنا الحب دقا من سالب مالا نهاية لغاية قبل السالب واحد اتحاد من بعد الثلاتة لغاية المالا نهاية طيب احنا شفنا المنظر دوت يعني او حاجة شبيهة به في المحاضرة الاولى عرفنا ان الفونجشن ديت عبارة عن ماشين بتقوم بوظيفة معينة بتاخد منك انبوت اللي هو الاكس الانبوت دايما بيبقى جاي من فئة اللي هي الدومين وبعد كده هيطلع للناحية التانية الاوتبوت اللي هو اللي هو حيموسل فئة اللي هي دايما جاية من فئة تانية اكبر منها شوية اللي هي الكودومين وان الكودومين هو سبست من الكودومين ممكن يكونوا قد بعض بس ممكن يكون الكودومين اكبر ولكن في النهاية هو الاوتبوت اللي بيطلع من الفونجشن اللي انت هتطلعه فعليا من الفونجشن اللي هي الاوتبوت اللي احنا بما بنيجي ننطقها زي ما انا بانطقها دلوقتي الفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوف نقول برضو اللي هو الايه الواي. ده شكل الايه الفانكشن. طيب بناء عليه. لما يجي اقول لك الدومين بتاع الفانكشن دي هي ايه? يبقى انت لازم تبقى عارف القيم اللي هما يجي اعوض بها في الفانكشن تنفع تتعوض في الفانكشن. زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا المحاضرة اللي فاتت ان انت لو عندك ماشين بتاخد منك وحطيت فيها حديد او وحطيت فيها حاجة تانية. مش مش هي اللي كانت المفروض تبقى موجودة. في الحالة ديت اللي هيحصل. هيطلع لك ارور يا اما الفانكشن هطبوز يا اما حاجة هتحصل. يبقى انا دلوقتي لما باجي اتكلم على الدومين لازم يبقى التصور ده قدامي. انت محتاج تحدد الفئة الكبيرة دي كلها. اللي انا ممكن لما انت تحدد هالي وتقول لي ده ده الدومين او جاي مختار منه اي اكس وعوض بيه في الفانكشن يطلع لي ما يقول ليش ارور ما يطلع ليش مشكلة ما يبقى وص الدنيا. طب لو انا لقيت ان فيه اي قيمة ممكن انت تتعوض وتعمل مشكلة مع الفانكشن. يبقى انا هستبعدها من الدومين. همشيلها من الدومين برا. مش هخليها موجودة معايا في الفئة بتاعة الدومين. يبقى انت لما بتحدد لي الدومين بتاع الفانكشن انت بتحدد لي الفئة اللي انا ممكن اختار منها اي فاليو تنفع تقصي للفانكشن الف. على الناحية التانية انت خلاص حددت لي الدومين يعني حددت لي كل القيم اللي انا ممكن اختار منها values وعوض في الفنكشن طيب لو انا عادت بقى اخد القيم دي كلها من الدومين وعوض بقى في الفنكشن الاوتبوتس اللي بتطلع دي كلها كده ممكن تبقى فين قال لي ده هيبقى الرنج طيب مش بناء عليه اللي احنا عايزين نعمله مع بعض في المسائل هو ايجاد الدومين بعد كده هناخد بعض المسائل التانية نوجد فيها الدومين والرنج خلينا نشوف ان احنا لو لو معانا جراف بتاع الفنكشن لو معانا الرسمة بينها بتاع الفنكشن على المحاور زي ما احنا شايفين كده مثلا الكيرф اللي بالازرق ده بيمثل الاوتبوت بتاع الفنكشن الف اللي هو ال y equal f of x او لو احنا عوضنا بقيم x هيطلع لنا قيم y عامل ازاي فبيرسم لك في الاخر رسمة زي اللي باللون الازرق ده موضوع الجراف بتاع الفنكشن زي هنتكلم فيه ان شاء الله المرة اللي جاية ومحاضرة اللي جاية بس خلينا دلوقتي إن احنا نبدأ ونقول إن أنا دلوقتي لو دامي الجراف بتاع الفونشن بالمنزر دوت وعايز أعرف الدمين واعرف الرانج إزاي أعرف الدمين واعرف الرانج قال لي لو أنت بصيت على محور الـX هتقدر تعرف الدمين ليه لأن المحورえる الـ 입 هو الـ اللي أنت بتاخدها من الدمين فلو أنت بصيت على محور الـ X وشفت كل القيم اللي بتعوض بها في الفونشن اهو من اول هنا لغاية هنا فين اقل القيمة كانت عندك اللي هي النقطة دي واقبر قيمة كانت عندك بالنسبة للاكس اللي هي النقطة دي يبقى الانترفال دي كده دي بالنسبة لي هي الدومين ولو جبت نفس الفانكشن ورحت تبص على اللي بيطلع اللي هو قيمة الواي اللي هو الاف اوف اكس هتلاقي ان اقل قيمة طلعت عندك في الجزء ده كان اقل قيمة طلعت عندك اللي هي هنا واعلى قيمة طلعت عندك اللي هي كانت هنا دي كتأى على قوى ما طلعت عندي وده اللي احنا بنسميه الرنج يبقى على محور الواي دايما بنشوف الرنج للنسبة للفنشن وعلى محور الاكس دايما بنشوف الدومين بالنسبة للفنشن على اعتبار ان الفنشن بتاعتنا دي الانبوت بتاعها جاي من الاكس والاوت bud بتاعها هيظهر على الواي فعشان كده احنا بنجيب الدومين من الاكس والرنج من على الواي يبقى banking graph زي اللي قدامي دا كده وعايز اطلع منه الدومين والرينج يبقى جزت ان انت هتروح تشوف اقل قيمة كان عند الاكس هي فين واكتر قيمة واكبر قيمة كانت على الاكس هي فين لو اعتبرنا ان النقطة دي اسمها ايه والنقطة دي اسمها بيه يبقى نقدر نقول ان الدومين هنا من الايه للبيه ولو شفنا بعد كده على محور الواي هنلاقي ان دي كده اعلى نقطة ايه هزهرت على الواي كفاليو كاوتبوت وليكن مسلا ان اسمها ايه دي واقل نقطة هي ظهرت كفاليو بالنسبة للمحور الواي اللي هي هنا اللي هي وليكن اسمها سي يبقى الرينج بتاعها هيبقى من سي للدي يبقى من خلال الجراف اقدر ان انا اطلع الدومين والرينج بسهولة اه في في الاشكال طبعا اللي بتكون يعني مش مش كومبريكيتد او ناخد بعض الامثلة على الجراف كده بس بعيدا عن انك بقى الرسمة دي ترسمت ازاي او الرسمة دي تمثل ايه ده موضوع تاني مش مش هنتكلم في دلوقتي بس عايزين دلوقتي ان احنا لو قدامنا الجراف فعلا ممكن يجيلي سؤال زي كده يديني الجراف بتاع الفونكشن ويقول لي طلع للدومين والرينج بالنسبة للرسمة اللي قدامي دي زي المثال اللي قدامي ده والفونكشن هي اللي باللون الازرق اللي قدامي دي وانا عايز اطلع الدومين والرينج عشان اطلع الدومين هروح على محور الاكس هاشوف اقل قيمة واصلت لها الاكس هي كام قال لي السالب خمسة واكبر قيمة واصلت لها الاكس هي كام عد كده وان تو ثري فور يبقى عند الفور يبقى لما اجي اكتب الدومين هقول ان الدومين بتاعي هو من ماينس فايف يبقى ابدأ من الزغير يبقى من ماينس فايف وفور بتساخد بالي بقى عند الفور ان الكوز بتاعه اوبن ليه? لان البوينت هنا اوبن يبقى معل كده ان الاربعة مش معي. يبقى فيه شكلين اتنين يعبروا على ان الفترة دي هتنتهي. اما ان يكون الخط كده انتهى بالمنظر ده. وده معنا ان انت اعتقف عند النقطة دي بس البوينت دي معاك في الانترفي. او ان الخط بتاعك يبقى كده وينتهي بنقطة اوبن بالمنظر ده. وده معناه ان الخط دوت هينتهي عند النقطة دي بس البوينت دي اوبن عشان مش تبقى معايا في الانترفي. والشكل التاني بقى يا ده اعتبر شكل الانتهاء الانترفيل عند النقطة معينة. فيه شكل تاني يعبر على ان الفونكشن دي هتستمر في هذا الاتجاه. يبقى يعمل الخط كده وخلاص. ما يعملش فيه في نهايته اي بوينت خالص. في الحالة دي هو كده بيستمر بقى يا اما الانفينيتي يا اما المينوس انفينيتي. على حسب اتجاه هو رايح فين. واو يعمل كده ويعمل سهم. نفس الكلام برضو. يستمر يبقى الاتنين دولار معنام اللهمة. الخطوط هتستمر معاك في هذا الاتجاه. على حسب بقى الفونكشن بتاعتك كانت ماشي ازاي. الخط ده مسلا لو احنا شن الوينت دي باحنا ما كده هيمتد كده الى سالب مالا نهاية في الاكس وفي الواي. لو نفسي لو احنا عملنا فونكشن كده وسيبنا السهم كده يبقى ده هيمتد الى موجب مالا نهاية وهكزا. يبقى ده بعض الاشكال بالنسبة للفونكشن لما بتكون مرسومة ونقدر نطلع منها الدومين والرانج. طب الرانج هنا اعمل ازاي? اللي هنا من اول ماينوس انفينتي لغاية بوزتف سيكس يبقى من اول ماينوس انفينتي الى سيكس الاتنين كلوزد. يبقى ده الدومين وده الرانج بالنسبة للفونكشن اللي موجودة قدامي. الرسمة اللي الموجودة قدامي. طب المثال تاني. بنفس الطريق. اقل Gonnax هي. مينوس wan. اعلى على ال x هي. فور. يبقى الانتربال بتاعتك في الدومين هي من مينوس wan لفور. اقل قيمة على الاي هي الصفر. اعلى قيمة على الاي هي. يبقى الرانج بتاعي هو. يبقى طلعت الدومين طلعت. ده اللي كنت بتكلم عليه دلوقتي هو شكل ايه السهم ده او شكل السهم ده. ده معناه ان هتستمر في هذا الاتجاه وهتستمر في هذا الاتجاه الى مالة نهاية او الى سالب مالة نهاية. يبقى ما تجيش انت بقى عند النقطة دي كده. وتقوم رايح شايفة عند الكام تقول لي مثلا عند السلب ثلاثة. ومن هنا مثلا تقول لي عند التمانية. فتقول من سلب ثلاثة لثمانية. لا غلط. لان انا حطيت لك السهم او سبت لك الخط كده. ده برضو بيعني ان هو مستمر. او سهم كده يعني ان هو مستمر. يبقى انا دلوقتي كأن الفانكشن دي مستمرة كده الى مالة نهاية. والفانكشن دي مستمرة كده الى سالب مالة نهاية. يبقى لما باج اتكلم على الدومين فانا باتكلم على القيم كلها من سالب مالة نهاية لموجة مالة نهاية. وباتكلم على الرنج باتكلم برضو على القيم كلها من سالب مالا نهاية لموجب مالا نهاية. واقدر ان انا طالما بتاعتي من سالب مالا نهاية لموجب مالا نهاية ان انا اعبر عنها على طول بحرف الار اللي هو يمثل عندي الريال نمبر. بحط بس خطين كده علشان يعني اميز ان ده الريال نمبر او مجموعة العداد الحقيقية او بكتبه بولد يعني بكتبه كل بولد كده يعني كله يبقى بولد كده او بكتبه كده يعني كل خطوط كده يعني كده او كده او كده كلهم بيعبره عن الريال نمبر او بنعبر عنه زي ما قلنا في الاسلاد اللي فاتت اللي هي بالشكل ده كل ده كده حاجة واحدة تمام وهو كل الاعداد الحقيقية كتبتها باي طريقة من دول مفيش مشكلة خالص طب هنا في المثال ده نفس الكلام لو بصنا على الاتجاه السهم مستمر وده مستمر اذا لو انت بسيط على محور الاكس هتلاقي ان انت بقى عندكش نقطة معينة تقف عندها عشان تقول من عند السالب اربعة من عند السالب خمسة لا ده انت مستمر الى سالب ملا نهاية ومستمر من هنا الى موجب ملا نهاية اذا الدومين بتاعك هو الريال نمبر كلها انما بالنسبة للرينج انت عندك من اول سالب اربعة ده اقل حاجة هتظهر عندك على محور الواي انما بالنسبة بقى لاكبر قيمة فانت مستمر الى موجب ملا نهاية اذا الدومين هو الريال نمبر كلها انما الرينج هو من مينس فور لانفينيتي فونكشن تانية اف اف اكس اكوال سكوير روت اف اكس ماينس وان دي الفونكشن اللي باللون الاسويت دي بدأ من عند الواحد وماشي بالاتجاه ده طبعا السام ده يعني ان هو برضو مستمر بالمنظر ده فحيستمر كده الى موجب ملا نهاية الى اكس وموجب ملا نهاية الواي الماشي بزاوية طب في الحالة ديت لما اجي اطلع الرينج او الدومين اطلعه ازاي الدومين هتبدأ من عند الواحد دي اقل قيمة على محور الاكس وحتستمر الى موجب ملا نهاية يبقى من ون لانفينيتي الرينج هتبص على محور الواي هتلاقي نفسك بادئ من عند الصفر اللي اقل قيمة على محور الواي وهيستمر الى موجب ملا نهاية ما من زيرو لانفينيتي طب نقدر نكتبها بالشكل التاني ما احنا اتفقنا بقى ان احنا عندنا 3 اشكال كلهم اكويفلنت البعض لو انت قلت ان الاكس اكبر من او تساوي الواحد هو واحد تاني ام جاي عملها كده قال ان من عند الواحد لملا نهاية لانفينيتي على خط كده وقفل قفل كلوز الواحد كده هنعرفها من ده هو ده وكمان الانتورفل وهو من وان لانفينيتي 3 دولار زي بعض كتبتها كده كتبتها كده يعني الشكل ده ما هوش مستحب او في الكتابة ده ممكن تستخدمه بس عشان يوضح لك انت وانت بتحسب انما خاصة لما تكون هتحسب اكتر من رينج وتاخد التقاطع ما بينهم فبتبقى مفيدة جدا موضوع الجيومتريك ده انما الافضل يتكتبها بالشكل الاول ده يتكتبها بالشكل التاني ده علشان تكون فورمل شوي يبقى من اكس اكبر من او تساول واحد ده معناه ان كل الاعداد الحقيقية اللي اكبر من او تساول واحد اللي هي معناها من وان لانفينيتي وهنا نفس الكلام من واي اكبر من او تساول صفر هي هي من زيرو الانفينيتي فونكشن تانية سكوير رود فور ماينوس اكس سكوير ديت عبارة عن هافو سيركل لو دي عبارة عن سيركل نص كترة اتنين لو انت كملت السيركل دي لو شلت الجزر دوت وخلت دي تربيه هتلاقيها بقت عبارة عن اكوشن بتاعت سيركل وحناخد امثلة كمان شوية على نفس الجزئية دي بس في النهاية الرسمة دي كده بتاعت البوزط في الجزر التربيهي لاربعة ناصيكس تربيه هيديك الشكل ده نص الدائرة العلوي ده اللي في الموجب وده لو انت بصيت على الدومين هتلاقي نفسك من سالب اتنين لاتنين يبقى ده بالنسبة لي عيبا الدومين يبقى ممكن تكتبه كده من ماينوس طول تو وممكن تقول ان الاكس اكبر من او تساوي السالب اتنين واقل من او تساوي الاتنين الاتنين دناروس هتليكم نفس المعنى لو بسيتها هتلاقي ان انت اقل قيمة على هي الصفر واعها اقيمة على هي الاتنين اذا النفس الكلام اللي قولنا في الدومين هيبقى في comprendre اللي هو من صفر الاثنين او اكبر من او تساوي الصفر وااقل من او تساوي الاثنين وده هيكون الدومين بالنسبة للفانكشن اللي قدامنا دي بكل اللي احنا عملنا دوت كان باستخدام الجراف احنا كده في الجزئية الاولانية ديت احنا لما بيكون عندنا الجراف بنقدر نطلع منه الدومين والرينج بعد كده انت لما تتعلم ان انت ترسم الفونكشن ممكن يطلب منك ان انت ترسم الفونكشن وبعد ما ترسم الفونكشن يعني ممكن بعد كده يطلب منك ان انت ترسم الفونكشن وبعد ما ترسم الفونكشن تطلع الدومين والرينج من خلال الجراف اللي انت عملته او يجي لك الجراف مرسوم ويتطلب منك ان انت تطلع الدومين والرينج على الجراف زي ما احنا عملنا في الامثلة اللي فاتت. في كلتا الاحوال انا بقيت فاهم ان اه اه اللي انا بس عايزك تبقى يعني تبقى منتبه ليه ان انا بتكلم على اف اف اكس اكوال واي او واي اكوال اف اف اكس يبقى لما انا عندي الانبوت هو الاكس اللي في الفونكشن اللي اسمها اف واللي بيطلع عندي الاوت بوت هو الواي عشان كده كان الدومين بيجي من محور الاكس. وكان الرينج بيجي من محور الاي. بالسبب ده. عشان انا كنت بتعمل مع مسائل بالشكل ده. والرينج pessoas. وده اللي احنا عنعمله لما هنيجي نوجد الرينج جبرياً. لما كيانا انا هنقول f of y equal x رحنا عايزين ايه نوجد الرنج بالطريقة دي خلينا دلوقتي نشوف بقى التعامل مع الاكوشن بقى نفسها وإيجاد الدومين بداية وبعد كده إيجاد الرنج بالنسبة لي الاكوشن احنا بداية كده بالنسبة للدمين احيانا تلاقي المسائل جاية ومحدد فيها الدومين شوف فاكرين بعض الاشكال اللي احنا مرت علينا دلوقتي اللي هي كانت بتلاقي الشكل كده يعني هنا كده واقف عند النقطة دي على الرغم من ان بتاع الفانكشن ممكن تلقيه مستمر هنا مستمر هنا كده بس انت وقفت هنا عند نقطة وقفت هنا عند نقطة فحملت لي دي ودي كلوز دي كده بس ممكن انت وقفت هنا وهنا فانت خلتني ان انا اعف انا كمان هنا واقول ان ده كده المنطقة دي هي الدومين بالنسبة للفانكشن واقول ان الجزء ده كده هو الرنج بالنسبة للفانكشن اللي هو عند اقل حاجة واعلى حاجة فانت حددت جزئية معينة فده اللي احنا بنسميه الاكسبلوسيتي او الاكسبلوسي الدومين ان انت جيت حددت منطقة معينة كدومين نشتغل عليها بالنسبة للفانكشن دي انما لو انت بتتكلم على الاكويشن والفانكشن في القموم زي بقى الامثلة برضو اللي مرت علينا دلوقتي اللي كان فيها الفانكشن بتلاقيها كده وفيه هنا سهم وهنا سهم او مرسومة كده وخلاص وانت بتعتبر ان ده كده مستمر يبقى انت بتطلع الدومين في الضمني بقى الدومين عادي في المطلق اللي هو بنسميه وهو ده اللي احنا لما بنيجي نحسب بنحسبه اللي هو الامبلايد دومين لان في بعض المسائل مثلا بتلاقي كده زي المسائل ده ويوم جاي عمل لك كومة وكتب لك جنبها ان ده كده عمل لك ايه عمل لك اللي هو حطي لك بتبدأ من الواحد وتنتهي عند الاربعة يبقى انا باشتغل في الانترفل دي بس يبقى لما باجي ارسم الفانكشن هتبقى من واحد الاربعة وهتلاقي الرسمة بتاعت الفانكشن بتاعتك في الجزء ده بس اللي هو بدء من الواحد ومنتقى عند الاربعة انما باقية الفانكشن نفسها اللي هو باقية الخط مثلا اللي هي دي اعطي لها خط مستقيم كده الباقي ده كله انت ايه مش ما انتش مهتم بيه ولا انت اللي هو عناية بيه انت كل اللي انت مهتم بيه فقط هو الجزء الدومين ده اللي تحدد ده ولما بتيجي حتى تحسب بتحسبه على الجزء برضه اللي موجود فبتشوف اعلى قيمة واقل قيمة على الواي ويبقى هو دوت الرنج بالنسبة لك طيب هل الفانكشن دي هي هي لو جبناها هي هي ليها امبلاي الدومين وهو ده اللي حسنا هنبدأ نحسبه مع بعض في المسائل قال لي اه لان ديت اكس بلاس تو يبقى الدومين بتاعي بقى العام بالنسبة للفانكشن دي هل هيبقى عبارة عن ايه قال لي الدومين العام هيبقى عبارة عن كل الريال نمبر وده بسبب ان انت هل في اي حاجة تعوق ان انت اتعود عنها مكان الاكس وتزود عليها اتنين يعني اي رقم اي حقيقي تقدر تزود عليه اتنين ما يحصلش مشكلة يعني عادي هو الرقم هتزود عليه اتنين مفيش مشاكل انما مفيش مثلا جزر سالب مفيش اسم على صفر مفيش حاجة من الحاجات اللي ممكن تعمل لك مشكلة عشان كده انا هنا بالنسبة لي بقول ان الاكس بلاس تو هتبقى كل الارقام متاحة عليها عادي خالص ان انا اختار منها القيمة بتاعت الاكس مفيش حاجة تعمل لي مشكلة عشان كده هي تعتبر الريل نمبر كلها في الدومين بتاع الفونكشن دي طيب ماشي وعلشان ندي حاجة اعام شوية من الاكس بلاس تو لو احنا اخدنا نوع من انواع الفونكشن اسمه البولونوميا لو هنمر عليه بقى تاني في انواع الفونكشن ان شاء الله المحاضرة اللي جاية بس ناخد عنه دلوقتي نبزة بسيطة علشان خاطر نستخدم منه الدومين قال للبولونوميا الفونكشن هي فونكشن بتكون من الشكل العام بتاعها بالشكل اللي قدامي ده بيكون عندك ان اكس باور ان بلاس ان مينس وان اكس باور ان مينس وان وهكذا الوقت ما توصل لي كونستانت سابت ما بش مضروف متغير يعني اللي هو يعتبر اكس باور زيرو فخلص بقى عبارة عن رقم سابت في النهاية الان دي هي نان نيجاتف انتجر فممكن تبقى عندك بأي رقم بس ما يكونش سالب بس صحيح لان انتجر بتدل على انه صحيح ونان نيجاتف يعني غير سالب فممكن يبقى بتلاتة مثلا فتديك اكس تكييم ممكن يبقى اربعة يبقى اكس باور فور ممكن يبقى بخمسة يبقى اكس باور فايف وان سؤال والان اللي هي الكونستانت اللي قدامها ديت بأي ريال نمبر فممكن يبقى موجة بسالب صفر صحيح كسرة مش مشكلة ونفس الكلام هنا وممكن تلاقي في بعض الاكسات اللي جاية بعد كده مضروبة في صفر فمش موجودة فتلاقي مثلا تلاتة اكس تكييم زائد خمسة اكس طب والاكس تربية راحت فين قال لي تضربت في سابة صفر فيطارت وهكذا يعني في النهاية دي اللي احنا بنسميها البلونوميا الفونكشن اللي هي الدوال لكثيرات الحدود وهنا نازم بيواخدين بالنا ان الباور دوت ما ينفعش يبقى حاجة غير النون نيجاتيب انتجر يعني ما ينفعش يبقى رقم سالب ما ينفعش يبقى رقم كسر ده هيدخلك في انواع فونكشن تاني تجاست بتتعامل مع النوعية دي طبعا ما ينفعش يبقى عندك هنا زائد لوج او لغريتم فونكشن زائد ساين زائد كوزاين لأ انت خلاص بتتعمل مع اكس وفيها بقى باور نان نيجاتيب وانتجر فاكس تربيع استكعيب اكس باور فايف اكس باور زيرو ما بيش مشكلة يدديك كونستانت نوع من انواع البلونوميا بس المهم في النهاية ما تروحش لأكس باور نصف مثلا باور هاف او اكس باور نيجاتيب ثري ده كله يدخلك في انواع تانية من الفونكشن غير البلونوميا طب واحنا هستفيد ايه بقى بالبلونوميا الفونكشن قاللي البلونوميا الفونكشن الدومين بتاعها دايما بيكون الر اللي هي الريال نبر يبقى طالما انت شفت ان الفونكشن اللي قدامك في السؤال هي باللونوميا الفونكشن يبقى على طول لما تتساعل على الدومين تقول ان الدومين بيساوي الر مش محتاج اي رسم ولا عمليات حسابية ولا جابريا ولا اي حاجة خالص ان انت حددت ان النوع الفنكشن دي هي كذا اذا الدومين بتاعك على طول هيبقى زي المثال ده مثلا ان والنوع من انواع البرونومي الفنكشن يعني اللي هي تكعيب اكس دي الوحدة كده بنسميها بس احنا تعتبر هي من البولونوميال فاحنا في الاخر هي دي بالنسبة لها وده معناه ان ان الدومين بالنسبة للسؤال اللي قدامي دوت هو حيساوي الار الريل نمبر اللي هي من مينس انفنتي الانفنتي وان اي عدد بقى لما تجيبه من الريل نمبر وتجيب الاسكوير بتاعه مش يحصل مشكلة سواء كان موجب كان سالب كان صفر كان صحيح كان كاسا مش هتفرق عشان كده البرونوميال فنكشن دايما ان الدومين بتاعها هو الار الريل نمبر لو الفنكشن بتاعتك بقت عبارة عن بسط ومقام في الحالة ديت ايه اللي يحصل الان دلوقتي يعني عايز بس ناخد بعض الملاحظات كده لو انا عندي فنكشن اسمها الفنكشن ديت الدومين بتاعها هو الدي الدي الف ده الدومين بتاع الفنكشن وعندي فنكشن تانية اسمها جي الدومين بتاعها هو الدومين بتاع الجي كده عندي تو فنكشنز واحدة اسمها اف واحدة اسمها جي دي ليها دومين ودي ليها دومين لو انت جيت ورحت جامع الاتنين fung출S قال لي لازم الدومين بتاع الفنكشن يبقى نفس الكلام برضه يعني لو انت جيت قلت انا حجم على function F زائد function G الطابد الدومين بتاع الفنكشن الجديدة ل وهو حاصل الجامع الفنكشن دي ممكن نسميه each مثلا. الدومين بتاع الage ده هيا بعمل ازاي? قال لي ما انت لازم تشوف اللي ينفع للF اللي هو الدومين الF ودومين الجي. وتاخد الجزء اللي هو المشترك ما بينهم. اللي ينفع للاتنين. اللي ينفع للاتنين. يبقى كأنك بالزبط هتقول ان الدومين بتاع الage هو عبارة عن الدومين بتاع الF تقاطع الدومين بتاع الجي. ده اللي انت هتعمله. ليه لانك لو كان في عندك اي قيم موجودة عند دومين الاف بس ما بتعملك مشكلة مع الفنكشن اللي اسمها جي وانت استخدمتها في الاتش هتعملك مشكلة في الاتش فانت لازم لما تيجي تختار دومين لفنكشن عبارة عن اكتر من فنكشن يبقى لازم تشوف الجزء اللي ينفع لكله مع بعض فعشان كده انت بتختار التقاطع ما بين الدومينز اللي موجودة عندك نفس الكلام لو قلت طرح لو قلت ضرب هو هو نفس الفكرة الاسمة برضو نفس الفكرة بس الاسمة هتزود عليها حاجة كمان او انت لو جيت قلت مثلا لعندي فنكشن اسمها k هي عبارة عن f over g في الحالة ديت الدومين بتاع الكي هيبقى هو برضو الدومين بتاع الف تقاطع الدومين بتاع الجي زي ما احنا اتفقنا بس plus هتزود عليه كمان حاجة او and حاجة كمان ان لازم الكيم اللي هتخلي الجي بيسوي صفر تستبعدها من الدومين بتاعك يبقى لازم تطرح من هنا الكيم او ال values اللي هي x اللي تخلي الجي بتسوي صفر تمام اللي هي g of x هنا تسوي صفر يبقى لازم تشيل كيم ال x اللي تخلي g of x بتسوي صفر يبقى اي value هتلاقيها بتخلي المقام بصفر لازم تستبعدها من الدومين يبقى انت عملت خطوتين في حالة الاسمة انما في حالة الضرب والجامعة والطرح عملت خطوة واحدة ان انت جبت الدومين ده والدومين ده وجبت ما بينهم التقاطع في حالة الاسمة لا ده انت لازم تجيب الدومين ده والدومين ده وتجيب ما بينهم التقاطع بس تاخد بالك كمان ان الدومين بتاع المقام ماينفعش يبقى فيه رقم يخلي لك المقام بيساوي صفر لازم تستبعده من الدومين يبقى لو احنا جينا نتعامل مع اي مثال زي المثال ده كده مثلا وعايزين نطلع له الدومين فده يعتبر باست ومقام فيه هنا فانكشن اللي هي واحد تعتبر بلونوميا اللي بتكون لك حطت الان بصفر فاصبحت بيسوي الكلام بواحد ومن هنا هتقدر تقول ان المقام او الدومين بتاع الباست ويعتبر كلها اللي هي الار كلها المقام بتاعك هو بلونوميا الفانكشن صح اكس تربيع نقص اربعة وده برضو الدومين بتاعه هو الار زي ما احنا كنا قلنا من شوية التقطع ما بينه هو الار بس فيه هنا شرط زيادة كمان اللي احنا قلنا عليه دلوقتي وهو ان دي بسط ومقام فاحنا عايزين نستبعد كل القيم اللي تخلي المقام بصفر فعايزين نعرف ايه القيم اللي هتخلي المقام بصفر فانروح نشوف اصفار المقام يبقى اكس سكوير ماينس فور يبقى اكس سكوير ماينس اي 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 زيرو يبقى اكس سكوير ايقوال فور يبقى الاكس ايقوال براس والماينس تو يبقى كويم البلاس والماينس تو مفروض انه هم ما يبقوش موجودين معايا في الدومين لانهم بيتسببوا في ان المقام بتاع الفانكشن جي بيساوي صفر فلما اجا اقول انا ياخد الار تقاطع الار فيقول لي الار بس اقول له الار معادة الموجب والسالب اتنين يبقى روحت زودت بقى الجزء ده كمان زيادة لان ده عبارة عن بسط ومقام هنا كان المثال او الفانكشن دي هو محدد لك لها دومين معين من اربعة لخمسة بس في المطلق زي ما قلنا وده اللي احنا هنحسابه لا ده انت بتقول كل الريان نمبر تنفع معادة نقطة الاثنين ونقطة السالب اثنين هما دول بس اللي احنا لازم نستبعدهم من الريان نمبر لانهم بيتسببوا فيه ان المقام بيساوي صفر احنا عندنا تو فانكشن الفانكشن الاولى اسمها f والفانكشن التانية اسمها g انت روحت تجيب الدومين بالنسبة للفانكشن الاولى فجبت الدومين اللي انت هتسميه df ده الدومين بتاع الفانكشن f وجبت الدومين بتاع الفانكشن g اللي احنا هنسميه dg ده الدومين بتاع الفانكشن التانية اللي هي g وبعدين روحت واخد الفانكشن f والفانكشن g ومكون منهم فانكشن جديدة اسمها ولتكون h فقلت الh بتساوي f plus g وبعدين السؤال دلوقتي هو ايجاد الدومين بالنسبة للفونكشن اتش فهتروح تجيب الدومين بالنسبة للفونكشن اتش فالمفروض ان الدومين بتاع الفونكشن اتش لابد ان هو يكون جاي من تقاطع الدومين بتاع الفونكشن اف مع الدومين بتاع الفونكشن جي والسبب هو ان انت لو اخدت قيم ما كانت ما كانتش بتمفع للفونكشن جي بس كانت موجودة عند ال F هتعمل لك مشكلة في ال Function H دي كلها يبقى لو انت خدت قيمة معينة وجيت تعوض بقى في ال Function H فهي كانت بتسبب مشكلة مع ال G فهتعمل لك مشكلة في ال Function ككل مش هتطلع لك مشكلة في جزء صحيح وجزء خطأ لا يبقى كله كده ال Function كلها عد بوز عشان كده علشان أتفادى حدوث مشكلة ممكن تحصل في ال Function D اللي هي المجمعة دي كلها فكان لابد ان انا روح اشوف ال Domain بتاع ال F وال Domain بتاع ال G واجيب ما بينهم ال Intersection دوت اللي هيساوي ال Domain بتاع ال Function H اللي انت كنت طالبه يبقى انا جبت القيم اللي تنفع للتنين اللي تنفع للتنين مع بعض يعني على سبيل المثال كانت ال Function F مثلا ان ال Domain بتاعها كان كل Real Number مثلا for example يعني وال Function G كانت ال Domain بتاعها من صفر مثلا طيب كلام جميل رحت انت بتقول ان ال Function H دي بتسوي F زائد ال G جيت جيب ال Domain لل H لو انت قلت ال Domain بتاع ال H هو ال R هتيجي تعوض بالقيم السالب هيعمل لك مشكلة فين في ال Function G فبالتالي ال Function H دي كلها هتبقى فيها مشكلة عشان كده هنعمل ايه هنروح نجيب ال Domain ده وال Domain ده كأننا هنكتبهم كده دي ال Domain الاولان اللي هو ال R كل الارقام الموجبة والسالبة والصفر وكل حاجة و الدومين التاني اللي هو بتاع ال G اللي هو هنكتبه تحت هنا هيبقى من اول الصفر من اول الصفر و Closed لغاية البوستف انفنتي اللي هو الجزء ده كده انما الارقام دي لا الارقام السالب دي مش معايا ما تنفعش لل G يبقى ال Domain بتاع ال H هو ايه اللي هو المجموعة ال 2 بتاع ال Function اللي يبقى الجزء المشترك ال Intersection ما بين ال Intersection ده ال Intersection دوت اللي هو هيبقى عبارة عن من صفر ل Infinite يبقى لما اجي اقول ال Domain بتاع ال H اقول من صفر ل Infinite عملت ايه جبت التقاطع بتاع ال Domain دي ال Domain الاولاني وال Domain التاني جبت التقاطع ما بينهم يعني اللي ينفع هنا وينفع هنا اللي يكون مصموح بيه هنا ومصموح بيه هنا يبقى اي قيمة انت هتجبها من صفر ل Infinite اما تيجي تعوض بها في ال F وتعوض بها في ال G مش هيحصل لك مش مش هيحصل مشاكل لانهم قريدي موجودين في ال Domain بتاع ال 2 Function دوت نفس الكلام دوت لو انت عملت ال H بتساوي G F-G او G-F او ضرب برضو كل ده عيبقى بنفس الطريقة وهو التقاطع طيب ماشي تمام الحالة بقى اللي مختلفة شوية عنهم وهو عملية الاسمة ان ال H بتساوي F-Divided by G في الحالة دي احنا هنطلع ال Domain لل H هو عبارة عن ال Domain بتاع ال F بتقاطع ال Domain بتاع ال G بس كمان هنزود شرط هنا وهو ان احنا هنستبعد 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 ايه اللي قيم ال X اللي بتخلي المقام بيساوي صفر هنستبعد قيم دي كده هنستبعدها من الحزبة اللي احنا هنعملها دي تمام؟ يبقى هنقول ان هي عبارة عن الدومين بتاع ال F تقاطع ال Domain بتاع ال G وحنستبعد ممكن عطول نقول ان احنا هنستبعد منها ال X حيث ان ال G of X بالساوي صفر يبقى اي قيمة هتخلي المقام بصفر هنشيلها معانا من الدومين اللي احنا هنطلعه تمام؟ وده احنا هنشوفه مع بعض في بعض المسائل دلوقتي يبقى ناخد بالنا كده واحنا بنحل مسائل الدومين بالنسبة لل Function ان احنا هنحاول ما نقسمش على صفر يعني ما نحددش ما تجيش تقول الدومين هو كذا وكذا دي اللي انت حددتها فيه Value X منها بتعوض بيها في ال Function بيطلع لك المقام على صفر اسمه على صفر في الحالة دي يبقى الدومين بتاعك غلط لانك انت حطيت فيه قيم لا تصلح استخدامها بالنسبة لل Function الحاجة التانية غير الاسم على الصفر اللي هي الجزر التربيعي للرقم السالب يبقى عندك هنا Value Negative رقم معين جبت الجزر التربيعي ومش الجزر التربيعي بقى بس ال Square Root لا و Any Even Root يبقى ده كان تربيعي كان Power Four كان Six Eight Ten أي أرقام Even يبقى الجزر اللي هو الدرجة التانية أو الرابعة أو الستة أو التمنة أو العشرة أو أي رقم زوجي أي حاجة تحته سالب يعمل لي رقم Complex على طبور رقم مركب عدد تخيلي في الحالة دي هيبقى برر Real Number ففي الحالة دي هيبقى يعمل لي مشكلة مع الفنكشن يبقى أنا لازم أخد بالي من الجزئيتين دول لازم أخد بالي من الجزئيتين دول جزئية الاسم على الصفر وجزئية الجزر اللي من درجة زوجية لتحته عدد سالب لو بدأنا مع بعض نقول احنا عايزين نطلع الدومين بالنسبة للفنكشن دي وخلينا ان احنا ناخد أمثلة كده شوية أمثلة كده ونطلع لهم الدومين بس مش هنجينا من الرانج بعد كده ناخد بعض الأمثلة في الآخر نطلع لهم الدومين والرانج بالنسبة لي أنا مثال زي دوت عايز أطلع له الدومين أول حاجة بفكر فيها ده بسط ومقام يبقى المفروض يبقى البسط والمقام الدومين بتاعهم متقاطع ما بينهم يعني يناسب ده ويناسب ده بما ان طبعا البسط ده هيبقى الار ده ثري ويبقى ان الاكس ده هيبقى الار برضو يعني كإن بقول ان تقاطع الار مع الار حيديلك الار بس لازم اخد بالي من ان المقام لا يساوي الصفر طيب المقام لا يساوي الصفر يبقى اروح اشوف القيم بتاعة الاكس اللي تخلي المقام بصفر يبقى الاكس تساوي الصفر ده أنا سويت المقام بالصفر قال لي خلاص يبقى قيمة الاكس بتساوي الصفر هي دية اللي حتى تسبب في ان المقام يكون بيساوي صفر انما اي value تانية للx موجبة او سالبة مش هتخلي المقام بصفر عشان كده يبقى الدومين بتاعي هو كل ال real number معده الصفر ممكن اكتبها كده الر معده الصفر وممكن اكتبها كده الر معده الصفر يعني دي طريقة او دي طريقة وممكن واحد تاني يكتبها كده مش انت عندك المحاور بتاعتك اهي او خط الاعداد اهو ده الصفر اللي انت هتستثني يعني هتخليه open كده وده كده مالا نهاية وده كده لغاية سالب مالا نهاية انت خدت كل الارقام اللي موجودة معده نقطة الصفر بس هي اللي انت استبعدته فكأنك بتقول انا اخد الجزء ده كده اللي هو من سالب مالا نهاية لغاية الزيرو بس open وتعمله اتحاد تمام؟ مع الجزء التاني ده اللي هو من اول الصفر لغاية مالا نهاية يبقى ده كده يكافئ equivalent ده equivalent ده يعني اكتب اي شكل من دولة كلهم صح في النهاية انت بتعبر عن الاعداد الحقيقية كلها معده نقطة الصفر بس هي اللي انت بتستبعدها من الاعداد الحقيقية اللي موجودة اهو طيب لو احنا قلنا اكس اوفور اكس سكوير ماينس ون قال لي نفس الكلام هنشوف الدومين بتاع البس قال لي ده الار والدومين بتاع المقام الار برضو يعني اللي اتنين تقطعوا ما بينهم وما الار اللي اتنين اصلا زي بعض نفس الحقيقية بس في عندي جزئي مقام مفروض ان هو لا يساوي الصفر وعشان كده انا هروح اساويه بالصفر وبعدنا استبعد النقاط اللي هتطلع بصفر يبقى اكس سكوير ماينس ون ايكوال زيرو يبقى اكس سكوير ايكوال ون يبقى الاكس ايكوال براس او ماينس ون يبقى النقطتين دولت بالنسبة لي من ضمن الريال نمبرز كلها لو عوضت بيهم في الفانكشن الاسمها اف حيطلع لي او اتبط في اسمها على صفر وانا مش عايز اعمل الموضوع ده مش عايز الكلام ده يظهر عندي فبناء عليه لما اجي اقول الدومين بتاع الفانكشن دي هقوله عبارة عن الريال نمبر كلها ما عدا الموجب والسالب واحد او هقسمها الفترات زي ما احنا اتفقنا ده السالب واحد وده الموجب واحد يبقى اقول الموجب السالب واحد مش عايزه الموجب واحد مش عايزه بس كل اللي بعد كده انا عايزه اللي ما بينهم عايزه واللي قبله عايزه واللي بعده عايزه يبقى اجي اقول انا عندي 3 فترات من سالب ملا نهاية لسالب واحد ده تمام ادي اول فترة اتحاد الفترة دي اللي هي من سالب واحد لواحد اتحاد الفترة دي اللي هي من واحد لما لا نهاية وده هيكون الدومين بالنسبة لي في السؤال ده مثال تاني f of x equal 1 over x square plus 4 في الحالة دي المقام x square plus 4 لما نسويه بالصفر يبقى x square equal minus 4 يبقى لما نجيب جزر الطرفين هنقول ان x بتساوي الموجب او سالب سالب الجزر التربيعي لسالب 4 ده كده not real ده عدد غير حقيق صح وفي الحالة دي لما نجي نقوله الدومين بتاع الفونكشن دي هو ايه يبقى في الحالة دي هنقوله ال real number كله طب ازاي ما استبعدتش لأصفار المقام أصفار المقام أعادات تخيلية مش أعادات حقيقية هنقوله مش هنستبعدها لان احنا بنتكلم على real number احنا بنختار من real number والاوت بوت بيطلع من real number ما بنلناش ضعه بالعداد المركبة خالص لو احنا بنختار من الاعداد المركبة لو احنا بنختار من complex number كنا هنستبعد الاعدادين دول من complex number ان احنا بنختار من real number فمثال زي ده لما احنا نعرف ان اللي تحت الجزره يبقى سالب في الحالة ديت مش هنستبعد حاجة من R هي بقى ال R كلها يعني محدش يقول بقى R فرق موجب او سالب جزر سالب اربعة كده غلط ده كده مش فاهم ان ده اصلا مش موجود جوه R وهو بيستبعده منه هو مش موجود اصلا جوه R يعني ده كده غلط فعشان احنا نكتب كده هنقول R بس لان ال R مش هنستبعد منها حاجة لان مفيش حاجة اصلا الريال بتخليلي المقام هنا بصفر انما انت لو غيرت الموجب دي خليتها سالب زي المثال اللي احنا حلناها قبل كده هتلاقي ان انت بتقول بقى هنستبعد الموجب او السالب اتنين دي اعداد ريال يبقى لازم نستبعدها عشان ما تخليش المقام بتاعي بيستوي صفر خلنا ناخد مثال تاني زي الفونكشن ديت احنا عايزين نحسب لها الدومين والفونكشن ديت كده يعني بالمناسبة لو احنا رسمناها او عملنا الجراف لها لو عملنا المحاور كده هنلاقي الفونكشن دي تلات اجزاء الجزء الاولاني حاجة زي كده بيبدأ من عند او بييجي هنا عند نقطة السالب ثلاثة وهنا عند نقطة الموجب اربعة يعني دي كده اللي هي السالب تلاتة هو بيقرب منها جدا بس ما بيقطعش معايا والموجب اربعة هنا نفس الكلام تكملة الرسمة هتلاقي الجزء بقى هنا كده وجزء هنا كده في النهاية الفونكشن دي لو بصنا عليها على محور الاكس اللي هو يعتبر الدومين كل قيم موجودة مع عدن اقطتين اثنين فونكشن غير مقرفة عندهم هي السالب تلاتة والموجب اربعة يبقى كل الريان نمبر مع عدن اقطتين دول لو بصنا علي محور الواي اللي هو الاف اوف اكس هنلاقي ان الخط اللي في النص ده كده او جزء ده من الفونكشن واخد كل القيم بتاعت ال واخد كل القيم يعني بالنسبة للمحور الواي وهي الريان نمبر اللي بقى من سالب مالا نهاية لموجب مالا نهاية فده بالنسبة لي الدومين وده بالنسبة لي الرنج ده بالنسبة للجراف انا عايز اطلع الدومين على الفونكشن دي بدون استخدام الجراف جاب رين ازاي اتعمل معاه واضح ان فيه عندي باست ومقام فواضح ان فيه عندي رنج او دومين للباست ودومين للمقام وانا محتاج اخد الانترسيكشن ما بينهم الدومين بالنسبة للباست هو كل الريان نمبر لانه هو بلونوميا الفونكشن والدومين بالنسبة للمقام برضو هو كل الريان نمبر لانه هي برضو بلونوميا الفونكشن بس فيه عندي يعني حاجة ااخد بالي منها وهو ان المقام دوت ماينفعش انه هو يساوي صف لازم يبقى نقط equal zero. يبقى انت بتقول ان هي real number بس ما عدا القيم اللي هتخلي المقام يساوي صفر. يبقى انت اول حاجة هتعملها ان انت هتاخد المقام وتساويه بالصفر علشان توجد الروتس لل اكس اللي تخلي المقام دوت بصفر. يبقى انا عايز كده اعمل find ليه الروتس. الاكس هتطلع بكام هنا علشان الحزبة دي تساوي صفر. دايما المعادلة التربعية او البولولوميا الفونكشن اللي هي من الدرجة التانية اللي بتبقى فيها اعلى حاجة اكس تربيع دي دايما بنسميها quadratic equation. والquadratic equation دايما لما تيجي تحلها في عندي فورميولا بتحلها لي مباشرة. الفورميولا دي هي اللي يسميها quadratic formula. quadratic formula. ديت عبارة عن ايه? اللي ديت بتطلع لك الجزور او الروتس اللي انت عايزها بتاعة المعادلة التربعية. اللي هو بيقول لك الاكس اللي هي الروتس اللي هتطلع هتكون عبارة عن الاتي. ماينس بي بلاس ور ماينس اللي سكوير روت لي بي سكوير مينس فور اي سي على تو اي. طيب دلوقت انا مش عارف بقى ايه ال ايه و ايه ال بي و ايه السي. اللي هم التلات رموز اللي موجودين هنا. واللي تحت الجزر دوت اللي هو بنسميه المميز. اللي هو ده ده جزر تربيعي. وده معناه ان اللي تحت الجزر دوت لو طلع بالسالب بيبقى هيطلع عندي عدد تخيولية. قال لي اه احيانا انت لقى ديت الجزور بتاعتها مش في الروتس بتاعتها في الكمبلكس نمبر فاحنا مش يعني مش بالحطة دي مش عايزين. احنا عايزين فقط اللي يكون محقق ان اللي تحت الجزر ده يا اما بيسوي صفر. ولو سوي صفر يبقى انت هيطلع عندك جزر واحد بس. للفونكشن او روت واحد بس. ولو طلع عندك اكبر من او يسوي الصفر اللي تحت الجزر ده اكبر من الصفر. يبقى في الحالة دي هيطلع عندك تو روتس. وهو اقصى حاجة اصلا ات مست هيطلع لك تو روتس. لان دي معادلة من الدرجة التانية فهيبقى اقصى حاجة فيها تكون تنين اتنين لل اكس. اكس واحد بكزا واكس اتنين بكزا. فدي او الفورميولة اللي احنا نبقى عارفينها بس دوت طبعا علشان نجيبها لازم اقول لك الاي والبي والسي دولت من ايه? نقال لي ما هم دولت من المعادلة نفسها. ايه مضروبة في اكس تربية. ده بتاع الاكس تربية. وبي في الاكس. والسي ده الكونستانت. بيساوي صفر. يبقى هي ديت الاكوشن. ودي الاي ودي البي ودي السي. اللي انت هتجيبهم وتعوض بهم هنا. علشان تطلع بتاعت الاكوشن اللي قدامي دي. طبعا اكوشنز اللي قدامي ديت اكس سكوير ماينس اكس ماينس طولف. ممكن انت على طول تقولي هتبقى اكس زي التلاتة في اكس نقص اربعة بتسوي صفر. يبقى عارفنا الحل بتاعها على طول. يعني اتسوكي. انا مش بكبرك ان انت تحل بالكوادراتيك فورميولا دي. بس انا اللي عايز اوصله لك ان انت اي اكوشن حتى لو كانت صعبة وانت مش عارف تحلها فتقدر تحلها باستخدام الكوادراتيك فورميولا دي. الحاجة التانية ان احنا هنحتاجها هنحتاج نحل بيها او هنحتاج حتى الجزء اللي تحت الجزر ده خصيصا لازم تبقى عارفه علشان ده هينفعنا في ايجاد المدى اللي هو ايجاد الرنج بعد شوية. طيب احنا دلوقتي لو جينا نطبق القعدة دي في المعادلة دي طبعا هنا ممكن واحد يقولي على طول ان دي اكس في اكس والسالب اتناشر دي زي ما احنا اتفقنا تلاتة في اربعة والاشارة السالبة فهيحط هنا السالب عند الكبير فهيقوله في الاخر اكس زي التلاتة في اكس ناقص اربعة بتساوي صفر ده اللي هيطلعه فهيطلع لهم هنا ان الاكس بتساوي سالب تلاتة والاكس بتساوي موجب اربعة وده اللي كان واضح هنا على الجراف السالب تلاتة والاربعة كان فيهم عندهم ايه مشكلة مع الدومين ان هما موجودين في الدومين الفانكشن ما بتقربش نحيتهم خالص طيب خلاص تعال نطبق القعدة هنا ونشوف الكلام ده هيطلع هو هو ولا فلو انت جبت من هنا هتلاقي الايه بكام الايه هنا بتساوي واحد اللي هو معامل الاكس تربية والبي هنا بتساوي السالب واحد والدي بتساوي السي بتساوي السالب اتناشر اللي هو الكونستانت عوض بقى هنا بالا والبي والسي هيبقى الاكس بتساوي سالب بي سالب سالب واحد يبقى موجب واحد موجب او ناقص الجزر التربيعي بي تربيع اللي هي سالب واحد تربيع يعني موجب واحد ناقص اربعة في الا اللي هي بواحد في السي اللي هي بسالب اتناشر دايما الأقواس تعملها علشان تساعدك ان انت ما تغلطش على اتنين في واحد يعني اتنين كلام ده هيساوي 1 plus or minus 1 ناقص 4 في سالب اتناشر 4 في اتناشر بتمانية واربعين وسالب في سالب بموجب بيبقى موجب تمانية واربعين وواحد يبقى موجب تسعة واربعين على 2 طبعا جزر 49 ب7 يبقى يساوي 1 زائد او ناقص 7 على 2 مرة هنستخدم الزائد ومرة هنستخدم النقص علشان نوجد 2 roots بتوع ال x لان زي ما اتفقنا ان لو اللي تحت الجزر اللي هو المميز ده طلع اكبر من الصفر يبقى يطلع عندي جزرين 2 x1 و x2 يبقى ال x1 هتساوي 1 زائد 7 على 2 يبقى يساوي 8 على 2 اللي هتساوي ال 4 وال x2 هتساوي 1 ناقص 7 على 2 اللي هتساوي سالب 6 على 2 اللي هتديك سالب 3 هم فعلا التوروطس اللي انت كنت جبتهم بالطريقة العادية او شفتهم على الرسمة في النهاية انت حددت الارقام اللي لو انت عوضت بيها في المقام بتاع function f يعني لو انت عوضت بال x هنا سواء عوضت عنها باربعة او بسالب 3 ده هيؤدي الى ان ال output اللي هو ال y اللي هيطلع عندك هيبقى عنده اسم على صفر واحنا مش عايزين الكلام ده يحصل فلما نيجي هنا هنقول له ازا الدومين بتاعي هيكون عبارة عن كل ال real number معده السالب 3 وال 4 لان السالب 3 وال 4 دول الرقامين اللي هيسببولي مشكلة مع المقام طب خلينا نشوف مثال كمان لو قلنا عندنا لو انت طبعا عايز تبص على الرسمة هتلاقي ان الدومين بتاعك هو الجزء ده كده زائد الجزء ده اللي هو هيبقى من سالب مالة نهاية لسالب اتنين اتحاد من 3 لمالة نهاية اللي هما الجزئين دول اللي حتها اللي في النص دي ما بيجيش ناحيتها لقيه الفونكشن خالص فميش موجودة في الدومين لو بسط على الرنج هتلاقي ان انت بتبدأ من عند الصفر بالنسبة للواي وبتطلع لفوق لغاية موجة بمالة نهاية فهتلاقي الرنج بتاعك من صفر مالة نهاية سخلينا مع الدومين ده الدومين اللي احنا مفروض عايزين نحسيبه بقى جابرين اول حاجة عم بص عليه عملاقي فيه جزر تربيعي يبقى هنا فيه درجة زوجية للجزر اللي هي اتنين وده معناه ان ما تحت الجزر دوت لازم يكون اكبر من او ساوي الصفر لانه موجود في البسط فعادي ممكن يبقى بصفر يبقى انا مفروض دلوقتي ان الـ X تربيع ناقص الـ X ناقص الستة لازم تكون اكبر من او تساوي الصفر بنفس الطريقة اللي قلنا عليها قبل كده بتاعة الكوادراتيك فورميولا اقدر ان انا اعرف الجزور بتاعة الـ X دي اللي هتبقى كام في كام يعني فهتلاقيها ان هي عبارة عن X زائد اتنين في X ناقص ثلاثة تمام لو انت حسبتها هتلاقي X في X اتنين في ثلاثة وسالب موجود عشان تبقى X زائد اتنين في X ناقص ثلاثة يطلع لك المعادلة دي لو ضربتهم تاني الكوسيندولا يرجع لك دي تاني اكبر من او تساوي الصفر عايز تعرف الارقام دي وانت مش عارف تعملها بالطريقة العادية لو هي مساءلة صعبة شوية هتحتاج ان انت تستخدم الكوادراتيك فورميولا اللي احنا قلنا عليها من شوية طب دلوقتي انت عايز تعرف قيم X او المنطقة اللي فيها قيم بتاعت الـ X اللي بتخليلك دايما حاصل الضرب ما بين دا وده اكبر من او تساوي الصفر لو انت روحت عملت كده يبقى الطريقة البسيطة اللي انت تعملها هي ايه ان انت تروح تمثل الارقام دي اللي هي هنا عبارة عن ايه قال لي هنا X زائد اتنين لو انت ساوتها بالصفر هيطلع لك الـ X بالساوي سالب اتنين اللي هي الـ Roots بتاعت الـ Equation وهنا هيطلع لك الـ X بتساوي موجب 3 يبقى لو انت روحت هنا عند السالب اتنين وهنا عند الثلاثة النقطتين دول كده لو انت عوضت بيهم في الـ Function دي لو في الـ Equation دي هيطلع لك صفر لو عوضت بسالب اتنين هيطلع لك صفر عوضت بثلاثة هيطلع لك صفر بس لو عوضت بقى بارقام تانية غير السالب اتنين والثلاثة هيطلع لك حاجة غير الصفر بس حاجة يا موجبة يا سالبة يعني يا اكبر من الصفر يا اصغر من الصفر دايما هتلاقي الارقام اللي ما بين السالب اتنين و الثلاثة بتطلع قيم سالبة ودايما هتلاقي الارقام اللي اكبر من التلاتة بتطلع قيم موجبة واللي اقل من السالب اتنين بتطلع قيم موجبة السبب هنا هو ايه قال لي السبب هنا ان انت بتتعامل مع حاجتين اتنين مضربين في بعض لو كانت الاشارة بتاعتهم زي بعض يعني ده موجب وده موجب حاصل ضربهم هيطلع لك موجب لو كان ده سالب وده سالب حاصل ضربهم هيطلع لك موجب انما لو اختلفت الاشارة ده موجب وده سالب او ده سالب وده موجب في الحالتين دولت هيطلع لك سالب امتى تختلف الاشارة قال لي لما نختار قيمة ما بين السالب 2 وال3 هتلاقي اشارتهم اختلفة لو انت نسيت تعمل ايه جرب هات اي رقم ما بين السالب 2 وال3 وجرب به وليكن الصفر فهتلاقي هنا 2 مضروبة في سالب 3 يبقى موجب في سالب ممكن تجرب واحد تاني زي الواحد رقم تاني زي الواحد او رقم زي السالب واحد هتلاقي دايما الاشارة مختلفة فالناتج بيبقى سالب ناتج الدارب سالب وطبعا السالب ده مش هيحقق اكبر من او ساوي انما لو جبت اي رقم اكبر من الثلاثة او اصغر من السالب 2 هتلاقي دايما اللي حاصل للدارب بتاعهم بيطلع موجب يعني اكبر من الصفر ولو عوضت بالسالب 2 نفسه او بالثلاثة نفسه هيتطلع عندك هيتطلع عندك بصفر يبقى انا بس انا عايز اللي انت عايزه من هنا قال انا عايز فقط الارقام اللي هي تحقق لي موجب وتحقق لي هنا موجب وتحقق لي الصفر انما انا مش عايز الارقام اللي بتجيب لي سوالب لان انا عايز اكبر من او ساوي الصفر ففقط الانترفال دي بالنسبة لي معايا من سالب مالا نهاية لسالب 2 وهقفل عند الاتنين علشان خاطر انا عايز الصفر وعايز الناحية التانية هنا برضو نفس الكلام من ثلاثة لغاية انفينتي وقفلت ده عند الثلاثة عشان انا برضو الصفر معايا فيش مشكلة واللي اتنين دولارت ما بينهم اتحاد انما الجزء ده كده انا مش ايه مش عايزه وممكن واحد تاني يقول انا هاخد الارقل لها بس هاشيل منها من سالب اتنين لتلاتة كده يعني لتنين دولارت اكويفلن ده زي ده تمام في النهاية انا قدرت ان انا اطلع الدومين بالنسبة للفونكشن دي عن طريق ان انا جبت اللي تحت الجزر وخليته اكبر من او يساوي الصفر فاكبر من او يساوي الصفر ده معنايا اما صفر اما موجة هو ده معنى كلمة اكبر من او يساوي الصفر طيب خلينا ناخد مثال تاني لحساب الدومين شبه اللي كنا حلينه مع بعض باستخدام الجراف لما قلنا الجزر التربيعي كنا قلنا بقى 4-x² دلوقتي 16-x² مش مشكلة في النهاية اللي اتنين دولارت يعني لو انت اصلا معاك الاكويفلن كده y تربيع بتساوي 16 ناس اكس تربيع كأنك جبتك تربيع الترافين وجبت الاكس تربيع دي النحية دي فبقت اكس تربيع زائد y تربيع بتساوي 16 دي كده معادلة سيركل معادلة سيركل نص كترها الار فيها بتساوي جزر 16 يعني 4 والسنتر بتاعها هو الصفر والصفر وده لان الاكوشن بتاعت السيركل بتقول اكس ناس اتش تربيع y ناقس k تربيع بتساوي r تربيع والاتش والك ديت اللي هي السنتر بتاعت الدائرة والار هي نصف القدر فكأنك لو رحت ترسم الاكوشن دي هتترسم كده هتروح عند الصفر والصفر وتعمل مركز الدائرة وتتحرك مسافة مقدارها 4 في جميع الاتجاهات وترسم الدائرة دي بقى دي عند الاربعة دي عند السالب اربعة دي عند السالب اربعة دي عند الاربعة تطلع لك سيركل بالمنظر ده ده كده للاكوشن دي انما الاكوشن دي اللي فيها الجزر تربيعي وموجب في الحالة دي انت بتاخد نصف الدائرة فقط الموجب اللي هنا ده كده عند الاربعة برضو هنا عند الاربعة وهنا عند السالب اربعة وبرضو المركز والصفر والصفر بس مفيش النصف التاني ده مش موجود لو جبتلك نفس السؤال ده بس خليته السالب الجزر التربيع الستاشر نقسكس تربيع يبقى انت بتاخد نصف الدائرة السالب هيبقى كده احنا دلوقتي خلينا في السؤال ده يبقى احنا دلوقتي الدومين هنا هو ايه قال لي من سالب اربعة لاربعة يبقى من سالب اربعة لاربعة والرنج من صفر لاربعة طب خلينا نطلع الدومين للفونكشن دي ونتأكد انه يطلع بالشكل ده طبعا احنا شفنا الكلام ده من الجراف تعالوا نشوف كده المفروض ان انا اعمل ايه جزر تربيعي او درجة زوجية اذا تحت الجزر مفروض يبقى اكبر من او يساوي الصفر دي اول حاجة ده اللي اتفقنا عليه قبل كده هنضرب الطرفين في سالب واحد لما نضرب في سالب واحد اللي هيحصل قال لي دي تبقى سالب 16 دي تبقى موجب اكس تربيع واللي اكبر من او يساوي تتقلب لأقل من او يساوي الصفر هيتاني صفر يبقى طلع عندك هنا اكس تربيع ناقص 16 اقل من او يساوي الصفر ومن هنا دي فرق ما بين مربعين بيكون عندك كده ايه تربيع ناقص بيه تربيع بيساوي صفر قال لك في الحالة دي او من غير ما يساوي صفر يعني ايه تربيع زائد بيه تربيع ديت بتساوي ايه ناقص بيه في ايه زائد بيه دولة مربعين اتنين فيه ما بينهم فرق يبقى بتقول الاول ناقص التاني مضروف في الاول زائد التاني بتشيل طبعا للتربيع من عليهم لو انت ضربت الكوسين دول في بعض هترجع تاني نفس الايه الفرق ما بينهم مربعين ده هنا واضح ان اكس تربيع ناقص اربعة تربيع الستاشر دي اربعة تربيع ومن هنا تقدر تقول اكس ناقص اربعة في اكس زائد اربعة اقل من او ساوي صفر زي ما اتفقنا مع بعض من شوية عند الاربعة وعند السالب اربعة القيم بتساوي صفر بقى عند الاربعة وعند السالب اربعة القيمة بتساوي صفر بس ما بينهم سالب واكبر من الاربعة موجب واقل من السالب اربعة موجب طب ما تيجي تختار اللي اقل من او يساوي يبقى انت بتختار الجزء ده بس. اللي في المنتصف اللي هو سالب اربعة الاربعة. وهنقفل الحلول علشان خاطر. احنا عايزين الصفر. يابانا. لان نقول ما اقل من او يساوي. فهنقفل الفال. يابان من سالب الاربعة للاربعة. الجزء ده كده معانا. اللي هو ده. يابانا احنا طلعنا نفس Fair Domain اللي كنا حاسبينه من خلال الرسمة اللي هو من سالب اربعة لاربعة طلعناها برضو ايه جابريم بنفس الطريقة طب مثال كمان اف اف اكس اكول لسكوير روت اف اكس مينس تو على لتو اكس بلاس سري زي ما احنا اتفقنا في البداية وهو ان احنا بنشوف الدومين للباست والدمين للمقام وناخد الانترسكشن ما بينهم فلو راحنا نشوف الدومين بالنسبة للباست فالدمين بالنسبة للباست وهو ان الجزر التنبيعي اللي تحته ده لازم يكون اكبر من او يساوي الصفر يبقى لازم اكس ناقس اتنين تبقى اكبر من او ساوي الصفر يعني لازم الاكس تبقى اكبر من او ساوي اللي اتنين يعني الدومين بالنسبة لي هنا هو من اتنين لانفينتي ده بالنسبة لمين بالنسبة للباست بالنسبة للمقام قال لي الدومين بتاعك هو الار بس نستسنى منه القيم بتاعت الاكس اللي بتخلي المقام ايه بيساوي صفر. عايزين نشيل? طب ايه الكويم بتاعة الاكس اللي بتخلي المقام بصفر? قال لي اتنين اكس زائد تلاتة نسويها بالصفر. يبقى اتنين اكس بتساوي سالب تلاتة. ومنها تبقى الاكس بتساوي سالب تلاتة على تنين. يبقى قيمة الاكس اللي بتساوي سالب تلاتة على تنين. دي لازم نشيلها من الار. علشان خاطر يعني نشيل قيمة الاكس اللي بتساوي سالب تلاتة على تنين. هنحزفها من الار. علشان خاطر ما ينفعش يبقى المقام هنا بيساوي صفر. طلعت لي دلوقتي اتنين دومين انت. طلعت لي دومين للباست ودمين للمقام. طلعت تعاون نعملهم كده مع بعض. الدومين بتاع الباست كان بدء من عند الاتنين. يبقى دي نقطة الاتنين. رايح لغاية اهو. ده الدومين بتاع الباست. بدء من اتنين متجه ناحية المالة نهاية. الدومين بتاع المقام قال لي كل الار معادها نقطة السالب تلاتة على اتنين. السالب تلاتة على اتنين دي ولتكن هنا كده. قال لي دي كده وكل الباقي بقى معي. كل الباقي معي. بس يجي عند السالب تلاتة على اتنين لأ. فلما تيجي انت تاخد الجزء المشترك ما بينهم. اعتاخد ايه? قال لي انا اخد الجزء ده كده. ده كده الانترسكشن او الجزء المشترك ما بين الدومين هنا والدمين هنا. انما ده كده مش موجود فوق وده مش موجود فوق ما مش معاي مش اخده. انما اللي موجود فوق وتحت. موجود في الاتنين. اللي هو الجزء ده. اللي هو منين? من اول الاتنين لغاية المالة نهاية. ازا دي الدومين بتاع كله هيبقى من اول ايه? قال لي من اول الاتنين لغاية المالة نهاية. اللي هو يعتبر الدومين بتاع الباست. بس ينفع للمقام او ينفع للمقام مفيش حاجة تانية مشتركين فيها مع بعض يبقى من اتنين لانفناتي هو ده هيكون الدومين النهائي بالنسبة للمسألة دي يبقى لازم نحسب الدومين للبسط نحسب الدومين للمقام وناخد الانترسكشن الجزء المشترك اللي ينفع للاتنين اللي هو هنا من اتنين لغاية انفناتي نقول انف بتساوي تحت الجزر طبعا هنا عندي بسط ومقام برضو يبقى نفس القصة البسط ده بالنسبة لي هو الار المقام بالنسبة لي هو ان اللي تحت الجزر لازم يبقى اكبر من الصفر اكبر بس ليه لان المقام كله تحت الجزر ومينفعش يبقى بصفر مينفعش يبقى صفر في المقام انما الجزر نفسه ما عندوش مشكلة مع الصفر انما المقام هو اللي عندو مشكلة مع الصفر عشان كده هنقول ان اكس ناقص اتنين اكبر بس من الصفر مش اكبر من او يساوي وفي الحالة دي تبقى الاكس اكبر من الاتنين يعني من اول الاتنين لغاية الانفناتي بس دي قبن طب تعالوا مااخد بقى التقاطع ما بين ده وما بين ده يبقى كأنك انت الار دي واخدى كل الاعداد انما التانية بدأ من عند الاتنين open لغاية الانفينتي يبقى التقاطع ايه هو الجزء ده اللي هو من اول الاتنين لغاية الانفينتي يبقى الدومين بتاع الفونكشن دي هو يساوي من اتنين open لغاية الانفينتي ماشي يا جماعة الجزء اللي بعده او المثال اللي بعده الفوف اكس تو اكس بلاس تري اوفر روت سكوير روتوف اكس ماينس تو خلي بالك بقى انا طلعت السالب اتنين من تحت الجزر انت نفس المثال اللي فات بس اللي فات كان الجزر اخد المقام كل دلوقتي الجزر اصبع اخد الاكس بس بالنسبة لي هنا الدومين بتاع الباست والار لانها بالونوميا اللي مفيش مشكلة فيها المقام بقى المقام هنا جزئين الجزء الاول هو الجزر التربيعي ماينفعش يبقى تحته عدد سالب فاللي تحت الجزر اللي هو الاجس لازم يبقى اكبر من او يساوي الصفر ايه دا مش الجزر دا موجود في المقام شيل الشيل اللي تساوي خليها اكبر بس لأ في الحالة ديت انا مش عشيل اللي تساوي ليه لان عندي هنا السالب اتنين موجود هنا دلوقتي عندي السالب اتنين دي موجودة لو انا خليت الاكس دي بصفر واصبح جزر الصفر بصفر هل دا هيخلي المقام كله بصفر قال لي لا يبقى هزا انا دلوقتي قدر اقول الاكس اكبر من او يساوي الصفر عادي خالص الجزء التاني بقى وهو ان المقام كله ماينفعش يساوي الصفر ان جزر اكس ناقص اتنين دي كلها على بعضها لابد انها لا تساوي الصفر فانا عايزة أعرف قيمة الاكس بكام اللي هتخلي المقام دا بصفر فكأنك بتقول جزر اكس ناقص اتنين بتساوي صفر اذا جزر اكس بتساوي اتنين ومنها اذا الاكس بتساوي اربعة يبقى اذا الاربعة ده الرقم اللي هو اللي انت لو عوضت فيه في الاكس هيطلع لك جزر الاربعة باتنين اتنين ناقص اتنين هيطلع لك المقام بصفر يبقى لازم تستبعد الاربعة ديت من الارقام بتاعتك يبقى لازم بقى ندمج ما بين الحاجتين دول واحد واثنين واحد بيقول لك من اول الصفر وانت طالع واثنين بيقول ان الارقام كلها معادة مين معادة الصفر معادة قد الاربعة يبقى عند نقطة الاربعة قبن والباقي كله تمام فلما تيجي تاخد الجزء المشترك ما بينهم بالنسبة للمقام هيجيب لك الارقام كلها من اول الصفر لغاية المالة نهاية بس هيستبعد منهم رقم اربعة بس طب لما تيجي ده دد على المقام ده دومين المقام دومين البسط بيقول ايه بيقول الريان نمبر كله لما تتقاطع مع الريان نمبر كله هيطلع لك نفس الدومين برضو بتاع المقام اللي هو من زير وكلوز لانفينتي بس هتشيل منه نقطة الاربعة يبقى من زيرو الانفينتي بس يحزف منه الاربعة لان الاربعة هتسبب ان المقام بصفر ولو انت اخترت اي رقم اقل من الصفر هيتسبب لك ان الجزء ده هيبقى تحته سالب عشان كده يبقى الدومين اللي هينفع للفونكشن دي هو الارقام اللي بدأ من الصفر ورايحها عند المالة نهاية بس معادة رقم واحد بس مش هينفع هو رقم الاربعة اللي بيخلي لك المقام بيساوي صفر تعالوا نحسب بقى دومين ورنج يعني نجيب شوية مسائل كان نحل فيهم برضو الرنج طبعا حساب الرنج بيكون اصعب شوية من حساب الدومين بس وحساب الدومين برضو في بعض المسائل بيبقى صعب احنا مش عايزين يعني نما نجي نحل اكسرسايز او نتدرب على مسائل من الكتاب نخلينا على نفس المستوى ده يعني احنا فيه كورسس تانية ممكن تلاقيها ادفانست شوية في موضوع الدومين ورنج يعني بيجيب حاجات اكتر بقى ودوال انواع اكتر وهكذا طبعا يعني اللي احنا بنقوله ده مجرد نقطة ببحر يعني بس اللي احنا عايزين نعرفه بالنسبة لنا في الكورس هو المستوى دوت من نوعية المسائل في الجزئية دي عايزين نركز جدا على جزئية الروت وجزئية المقام وجزئية ان اجيب دومين للرنج ودمين لمقام وجيب الانترسيكشن ما بينهم نوعية الفانكشن اللي من النوعية دي البلونوميال وانواع الفانكشن التانية بقى لما ناخدها هنعرف منها من خلال الجراف انها تطلع الدومين والرنج زي مثلا التريك فانكشن والرتم فانكشن والحاجات دي وقت ما نوصل لها ان شاء الله وناخدها ونشرح الرسمة بتاعتها هتقدر انت تجيب برضو الدومين والرنج من خلال الجراف والفانكشن اللي انت هتتعامل معها بس خلينا الاول يعني ناخد بعض المسائل البسيطة كده اللي نحسب فيها الدومين والرنج نحسب الرنج يعني هنركز على الرنج تعالي ناخد مثال بسيط حالي نحن في الاول اللي هو سري اوبر اكس جبنا له الدومين قبل كده وقلنا ان هو هيكون الر مع ده نقطة الصفر اللي بتخلي المقام بصفر ده حالنا في اول حاجة خالص مع بعض اول لما كنا بنتكلم على ايجاد الدومين طيب لو جينا نقول عايزين نطلع بقى الرنج بالنسبة للفانكشن دي كمان عايزين نطلع عليها الرنج قال لي الرنج لما نيجي نتعامل معايا طبعا احنا قلنا احنا بنحل بطريقة جابرية معينة فيه طرق جابرية كتير تمام احنا بنستخدم واحدة منهم الطريقة اللي احنا بنستخدمها وهو ان انت لما انت كنت فيه من الفانكشن كده ليها انبوت اكس وليها ادبوت واي لما بتيجي تطلع على الدومين فانت بتحول تدور على قيم الاكس فانت الفانكشن بتاعتك كأنها في الاكس يعني واي بتسوي حاجة في الاكس فبتقط تشوف بقى ايه اللي ينفع للاكس وكده ده الدومين لما كنا بنحسابه مع بعض لو انت جيت تفكر في الرنج بنفس الطريقة اللي كنت بتفكر فيها في الدومين فانت عتعتبر ان انت بتفكر في القيم الاي اللي بتطلع يبقى انت كأنك بتفكر يعني في فانكشن في الاي لاتشوف القيم الاي اللي تنفع للايي هي ايه؟ فالقيم اللي تنفع للايي هي دايه الرنج انت فكرت فيها كده فانت ككل ان انت كينك بتقول هنا ان الايه بسهوه س اناك هتعمل عملية العكس يعني هتجيب او قيم اوigence من الوقات فى التطلع متغيراتك وتحاول تدور على ايه القيم اللي تنفع معنى كلمة الكيم اللي تنفع هو ده الدومين اللي كنا بنعمله هنا مع الـ X بس هنعمله مع الـ Y يعني الاختلاف ان احنا هنعمله مع الـ Y لو دربت طرفين فواسطين يعني هتقول Y في X تساوي 3 في 1 يعني X Y تساوي 1 في 3 يبقى 3 X مع الـ Y يبقى الـ X بتساوي 3 على الـ Y اللي حاصل هنا ان انا بحاول اشوف الـ function بس في الـ Y عشان هتشوف كوية من الـ Y اللي هتنفع هي ايه هتلاقي ان كل كوية من الـ Rian Number تنفع للـ Y معادها قيمة واحدة ان نتخلي المقام هنا بصفر هي الايه الصفر اذا انا هقول له كل الـ Rian Number معادها قيمة الصفر دي ما تنفعش للـ Y طب تمام اللي انت جدته ده كده بقى هو ده الرنج هو ده الرنج طبعا هو تشابه مع الدومين بس ده الرنج وده الدومين هنا في المثال ده يعني تلاقوا شبه بعض بس انو اخدنا مثال تاني مثلا ممكن يختلف زي المثال ده هنقول هنا مثلا ثري اكس ماينس فور اف اف اكس ثري اكس ماينس فور اوفر اكس كأنك بتقول واي بتساوي تلاتة اكس ناقص اربعة على اكس من هنا طبعا لما جبنا الدومين كان طلع R معادها الصفر ده كان الدومين عشان يبقى معانا في الصورة برضا كل الريل نمبر معادها الصفر عشان المقام ما يبقاش بصفر بالنسبة للرنج بقى قال لي بالنسبة للرنج اضرب طرفين فواسطين يبقى اكس في واي تساوي تلاتة اكس ناقص اربعة ومن هنا لو اسمت على اكس على الواي او هات بقى يعني الاول هات الاكسات كلها في طرف وبعد كده نبدأ نقص فهات هنا كده يبقى هنا اكس واي ودي دي النحية دي كده تبقى سالب تلاتة اكس تساوي سالب اربعة خد من هنا الاكس كومان فاكتور عمل مشترك يتبقى لك واي ناقص تلاتة بتساوي سالب اربعة اقسم بقى على واي ناقص تلاتة تبقى الاكس بتساوي سالب اربعة على واي ناقص تلاتة هو ده اللي انا عايز اوصله علشان اشوف كاني بقى احسل بالدومين للي انا جبته ده. علشان اشوف الواي تنفعلها ايه. ما الواي دي يا جماعة هي الاوت بوت بتاعي هي دي الدومين. هي مجموعة الواي. تمام هي دي الدومين بتاعي. فانا عايز شوف ايه اللي ينفع للواي و ايه اللي ما ينفعش. قال لي كل الريال نمبر تنفع مع عدد اقويمة واحدة بس للواي اللي هي بكام اللي هي بتلاتة. لان لو حطت الواي هنا بتلاتة هيخليلك المقام ده بايه بصفر. يبقى نقول لكل الريال نمبر مع عدد الثلاثة. يبقى الدومين بتاعك كان كل الار مع عدد الصفر. انما الرنج كل الار مع عدد الثلاثة. تمام يبقى هنا فيه اختلاف ما بين الدومين وما بين الرنج. طيب مثال كمان برضو على الدومين ورنج. طبعا انا دلوقتي انترست بحساب الرنج يعني الدومين اللي حصبنا عليه امثلة كتير. هو الاسهل شوي. انما الرنج نشوف مثلا اكس سكوير بلاس فور. طبعا ديت هتاخد الرسمة بتاعتي هتلاقيها سهلة جدا. هتلاقيها دي برابولة بتبدأ كده من عند الاربعة. وتمتد بقى الفوق كده. يبقى لو انت بتحسب الدومين هتلاقيه الار كلها. لان دي ولونوميال فهتلاقيه الدومين بتاعك هو الار. لو انت بتحسب الرنج. فهتلاقيه هو من اول الاربعة لغاية موجب ما لا نهاية. يبقى 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 من فور لانفينيتي. عايزين نشوف بقى ان احنا هنطلع من فور لانفينيتي ولا لأ? هنقول هنا ان الواي بتساوي اكس سكوير بلاس فور. وده معناه ان اه اكس سكوير بلاس فور. او بلاس فور اهي هنتودي بقى هنا الواي الناحية دي هتبقى ماينس واي. هتروح باشارة مخالفة بتساوي صفر. يعني جبنا الواي دي هنا فاصبح طرف بصفر وطرف اكس سكوير بلاس فور مينس واي. قال لي في الحالة ديت كده انت تقدر ان انت تشوف الانفين بتاع الواي عن طريقة يعني الانفينش بتاع الفونكشن ديت. عن طريقة انت بتشوف الكيم المتاحة بالنسبة لي في الواي زي ما احنا اتفقنا. دي تعتبر كوادراتيك اكويشن تقدر تتعامل معها لان الاي بتساوي واحد والبي بتساوي صفر لان الاكس مش موجودة. والسي بتساوي اربعة ناقص واي. وتقدر من خلالها تعرف الواي. تقدر كمان ان انت تقول لو احنا خلناها كده اكس تربيع بتساوي وديت الواي والاربعة هتروح واي ناقص اربعة. واخدت الجزر التربيعي. فيدي لك كده واي ناقص اربعة. فده تشوف ان انت اللي تحت الجزر ده لازم يبقى اكبر منها وساوي الصفر. فيبقى واي ناقص اربعة. اكبر منها ساوي الصفر. يبقى من اربعة فيما فوق اللي هو الرنج اللي احنا فعلا كنا عايزين بس هنا لما تعمل الطريقة دي لازم تبقى اخد بالك ان دي مفروب تطلع لك موجب او بسالب وان انت لازم تستبعد السالب لان الفانكشن بتاعتك عمرها مع تطلع ارقام سوالب لازم تبقى يعينك على طول على الفانكشن برضو نفس الوقت يعني يعينك على اللي انت بتحله وعينك على الفانكشن الاصلية اللي عندك ان انت لو خليت موجب او سالب ده معنا ان ممكن يطلع عندك هنا سوالب وده ما مش هينفع لان اي رقم تربيه او موجب هيطلع رقم موجب زائد اربعة يعني كده كده هيبقى بلص هيبقى موجب يبقى اذا ما ينفعش ان انا اقول موجب او سالب لازم اخليها موجب بس هي الصح بتاعها موجب او سالب بس انا استبعدت السالب لان ما فيش عندي اوت بوت سوالب خالص في الفانكشن دي ومن هنا قدرت اطلع على الكلام ده او زي ما اتفقنا هنا انت لو جيت استخدمتها بالطريقة ديت هانت فقط هتركز مع مين مع المميز اللي كان موجود في اللي هو كان بيقول لك بي تربيع ناقص اربعة اي سي فاكلين انا عايز اركز مع الجزء ده كده عشان اشوف هو ده لازم يبقى اكبر من او يساوي الصفر لازم دي يبقى اكبر من او يساوي الصفر لان لو بقى اقل من الصفر يطلع لي عدد تخيلية انا مش بي فعشان كده انا هركز على دي عوض عن البي تربيع يبقى صفر تربيع بصفر ناقص اربعة مضروبة في اربعة ناقص واي في واحد يعني ناقص اربعة ناقص واي يبقى سالب ستاشر زائد اربعة واي الكلام ده لازم يبقى اكبر من او يساوي الصفر ومنها كأنك بتقول اربعة واي اكبر من او تساوي ستاشر ومنها كأنك بتقول ان الواي اكبر من او تساوي الاربعة هي هي برضو اللي هتدي لك دي وداتك دي يعني انت في كل تلاح دي طريقة ودي طريقة تانية وطريقة تالتة بالجراف وممكن في طرق رابعة وخمسة كلها طرق جبرية بتطلع لي نفس الحل وهو ان الرنج بالنسبة للفنشن دي المفروض ان هو يبقى الواي اكبر من او سوى الاربعة يعني من اول الاربعة في ما فوق يعني من اول الاربعة لغاية المال نهايي ده بالنسبة للمثال ده تعال ناخد مثال كمان بالرنج هنا هنقول اه برضو بنفس الطريقة اكس سكوير بلاس تو اكس بلاس فور عشان نتأكد بس تثبت عندنا اكتر هنقول الدومين بتاعي هنا هو الار خلاص مفيش خلاف عليه الرنج بقى نجيبه ازاي قال لي دي كانها بتساوي اكس تربيع زائد اتنين اكس زائد اربعة هات الواي دي الناحية دي عشان نصفر نخليها يعني اكوشن عشان نطلع عليها الروتس فيبقى اكس التربيع انا اتوش عايز الروتس في حاجة بس انا عايز اطلع بس الايب كام والبيب كام والسيب كام عشان اعاوض فيهم في المميز واخليها اكبر منها وساوي الصفر ده اللي انا عايز اعمله يبقى انا اتنين اكس زائد اربعة ناقص واي جبت الواي بقى تسالب واي بيساوي صفر من هنا الايب كام بواحد البيب كام معامل الاكس باتنين السيب كام كل ده كده السيب يساوي اربعة ناقص واي هنروح الى مين ما تحت الجزر اللي هو المميز اللي هو بيه تربيع ناقص اربعة ايه سي يحفظوه يبقى هنا بيه تربيع بكام بيه تربيع بكام باربعة يبقى اتنين تربيع ناقص اربعة في الاي بواحد السي اربعة ناقص واي كل ما انت بتعمل اكواس كده مشانت لغبة خالص كلام ده المفروض انه يبقى اكبر من او يساوي الصفر هنا اربعة اتنين تربيع باربعة ناقص اربعة في واحد في اربعة يبقى ناقص ستاشر ناقص اربعة في واحد في سالب واي يبقى موجة باربعة واي اكبر من او يساوي الصفر هنا سالب ستاشر وموجة باربعة يعني سالب اتناشر وديها الناحية التانية يبقى موجة باتناشر يبقى اربعة واي اكبر من او يساوي اللي اتناشر اقسم على الاربعة يبقى الواي اكبر من او تساوي التلاتة يبقى خلاص هو ده الرنج يبقى الرنج بتاعي هو من ثلاثة لانفينتي. ماشي كده. ناخد مثال كمان اه اخير في الجزية دي. وبعد كده تكلم في خمس دقيقة على موضوع الاضوة الايفن. اخر مثال واحنا كنا تكلمنا عنه مرتين اتنين. مرة واحنا بنحله بالجراف ومرة واحنا بنحله في الدومين. المرة دي عايزين نجيب له الرينج. اللي هو مثال بتاع الهفف سيركل. اللي هو كان نصف الدائرة لنصف كتره اربعة لو تفتكروا. المثال دوت احنا عارفنا خلاص ان الرسمة بتاعته كده. وهيمر هنا عند الهيقف هنا عند الاربعة وهنا عند الاربعة وهنا عند السالب اربعة. وقلنا ان المنتصف في الدائرة دي اللي فوق علشان اشارة دي الاشارة بتاعت الجزر اللي برا دي كانت موجبة. طيب ماشي. عارفنا من هنا من الرسم ان الدومين من سالب اربعة على اربعة. وان الرينج من صفر ليه اربعة. ده عارفنا ده الدومين وده الرينج. وبعد كده. واحنا بنحسب الدومين حسبناه جابريا. لما قلنا ستاشر ناقص اكس تربيع اكبر من او يساوي الصفر. ومنها كانت ان اكس ناقص اربعة في اكس زائد اربعة اقل من او يساوي الصفر. ومنها اخدنا الجزء اللي ما بين السالب اربعة والاربعة عشان يطلع لي اشارة سالبة عشان تبقى اقل من او يساوي الصفر. طب الرينج هنجيبه ازاي? قال لي في الحالة دي هت الرينج يبقى بنفس الطريقة. انت بتقول هنا ان الواي بتساوي الكلام ده. طب لو ربعنا الطرفين تبقى ستاشر ناقص اكس تربيع. دايما وانت بتحل دايما عينك على المسألة الاساسية. لو سألتك انا سؤال دلوقتي. هل الفانكشن دي ممكن تطلع سالب? لازم تقولي لا. ليه? لان تحت الجزر ده ما ينفعش يبقى سالب فدايما هيبقى موجم او صفر. فدايما الفانكشن دي هتطلع رقم اكبر من او يساوي الصفر كاوتبوت. يبقى ما ينفعش تيجي انت في الرينج وتقول لي فيه كويم سالبة. لازم برضو تبقى الرينج بتاعك اكبر من او صفر في الاطار ده. تختار حاجة من الاطار ده. ما ينفعش تختار حاجة سالبة. طيب ماشي. هنا احنا قلنا كده ايه يعني جبنا الاكس تربيع والواي تربيع. ممكن نجيب الاكس تربيع الناحية دي وتبقى معدد سيركل وفي التالي هتبقى كأنك بترسم الدارة كلها بس هتستبعد الجزء السالب وبعدين تاخد الجزء الموجب فهتاخد من صفر الاربعة. وممكن تتعامل معها عادي ان الاكس تربيع هات الاكس تربيع الناحية دي وهات الواي تربيع الناحية دي. بتساوي ستاشر نقص وي تربيع. وكهierenك هترجع تاخد الجزرين pictures تاني فها تبقى الجزء الاكس بتساوي الجزء التربيع الستاشر نقص وي تربيع. ومن هنا هتبدأ تقول ان انا حساوي الستاشر نقص الواي تربيع اكبر من او يساوي الصفر. يعني الواي تربيع نقص ستاشر اقل من او يساوي الصفر عشان ضربت في سائب. ويبقى هنا الواي نقص اربعة في الواي زائد اربعة. اقل من او تسوي الصفر. فحتلقي الانترفل اللي طلالك هنا اللي هي من سالب اربعة الاربعة. بس ليه طلعت كده من سالب اربعة الاربعة? علشان انت كنت بتتعامل معه المعادلة بتاعت السيركل نفسها. لك تربعت الطرفين. فانت كان لك دلوقتي لما ترجع ترجع ها تاني. المفروض ان هي تطلع لك هنا موجب او سالب. انت استبعدت السالب بس هي ما زالت موجودة عندك في الانترفل. لما يطلع لك الانترفال كده من سالب اربعة الاربعة وديجي تقول الرنج بتاع المسألة دي كام استبعد الجزء دايما اللي هيبقى بالسالب يعني دايما انت تستبعده خد الجزء بس اللي بالموجب انت النتج طلع عندك كده من سالب اربعة الاربعة وادي الصفر كل ده بس المسألة دي نفسها ما بتطلعش حاجة غير اكبر من اوصال الصفر يبقى انت ابدأ خد من اول الصفر وانت طال يبقى تلاقي ناس اخدت من الصفر للاربعة واستبعد اللي هو الغاية السالب اربعة الجزء ده ده استبعدته لانه ده بيطلع بالسالب وانا اصلا المسألة دي عمرها ما هتطلع كيم سالبة ما ينفعش ان انا اقول الرنج بقى من سالب اربعة الاربعة معنى ان انت قلت الرنج من سالب اربعة الاربعة يبقى كان فيه كيم بتطلع اوتبوت من الفونكشن سوالب وده ماشي صح هتطلع ازاي السوالب من التجازر تربيعي ومجبر مفيش سوالب يبقى دايما الرنج هنا او دايما تختار الرنج هنا انه هيبقى من سفر الاربعة هو الرنج اللي احنا قلناه هنا على الرسم وهو برضو اللي هتطلعه عندك في الحساب ده بس اخب بالك بس من الجزء دي ان لو واحد حل كده هيقول ان الرنج سالب اربعة الاربعة ده هيبقى غلط لانه هيطلع لي ارقام سوالب وهي ما تنفعش تبقى موجودة كاوتبوت بالنسبة الفونكشن دي طبعا احنا المسائل ديت اللي احنا حلناها مع بعض بالايد خلينا نمر عليها كده هي موجودة برضو في السلايدز اخلينا نمر عليها كده مرور سريع بدون الدخول في تفاصيل قوي الفونكشن ديت احنا حلناها مع بعض وكانت استخدمنا او قلنا دايما نخلي كوادراتيك فورميلا قدامنا لان احنا احتاجنا الجزء دوت اه في في مسائل تانية علشان نحدد الرنج لما كنا بنحدد الرنج بس عامتا انت عندك كوادراتيك زي دي عايز تطلع عليها الروت او الجزور فممكن تستخدم الطريقة العادية عادية انا ما عنديش مشكلة لان انت تقول اكس في اكس اللي اتناشر تبقى تلاتة في اربعة اشارة سالب يبقى دي سالب ودي موجود وهكذا هتطلع على الكوية ما فيش مشكلة خالص بس المهم ان انت في النهاية القاعدة دي هتصلح ليك لجميع المسائل وهتطلع لك جميع الجزور اقصى حاجة هتطلع عندك جزرين اتنين لان دي معادلة اربعية ممكن يطلع عندك روت واحد بس لو كان اللي تحت الجزر ده بصفر ممكن يطلع عندك جزور تخيولية لو كان اللي تحت الجزر ده بسالب ودي هت مش هنبقى احنا مهتمين بيها في في الجزئية بتاعتنا هنا طلعنا طبعا الاي والبي والسي وبناء عليها قدرنا نطلع اللي هي سالب تلاتة واربعة بعد كده ابتدينا ان احنا نقول ان بتاعتنا اقتقبل كل معادها السالب تلاتة والاربعة اللي هما بيخل بيخل بيخلوا لي المقام بيساوي الصفر فحاستبعدهم من الريال نمبر وممكن اكتب الكلام ده في صورة كده يبقى انت خلاص جبت الريال نمبر كلها جيت عند نقطة السالب تلاتة وعند نقطة الاربعة واستبعدتهم اخدت الباقي كله اخدت كل ما هو قبل السالب تلاتة واخدت كل ما هو ما بين السالب تلاتة والاربعة واخدت كل ما هو بعد الاربعة بس فقط الاربعة والسالب تلاتة هما اللي مش معاك فعشان كده ده هيطلع لك الانترفال الاولى من سالب ملا نهاية لسالب تلاتة بس ننساش ان دي تبقى open interval والسالب تلاتة والاربعة والاربعة لغاية ملا نهاية ما بينهم اتحاد يبقى كل الفترات دي موجودة معايا من ضمن الدومين طب لو شفنا المثال ده بيقوم ان عندك فنكشن اسمها f وعندك فنكشن اسمها g الفنكشن السما g هي pequee إكس سكوير ماينس إكس وآفر اكس ماينس وون والفنكشن اسمها g هي الآودود بتاعها هو الاكس هل الاتنين دجولة بيساوي بعض لو جهنا بس لنا كده مع بعض الفنكشن دي وأخدنا الاكسٍ عامل مشترك خود الاكس من هنا عامل مشترك يتبقى لك ايه اكس ناقس واحد على اكس ناقس واحد طب مش انت ممكن تشيل دامعة ده يعني اخدت من البسط الاكس عمل مشترك وشلتها كان عملتها cancellation مع مع المقام هيتبقى عندي مين الاكس ما هي كده الف اوف اكس بتسوي الاكس والج اوف اكس بتسوي الاكس اذا هم متساويين قال لي لأ عملية ال cancellation ديت يعني حاجة مش مش رسمية يعني مش مش دقيقة او في الماثماتيكس وخاصة ان انت دلوقتي الدومين بتاع الفونكشن اف هيختلف عن الدومين بتاع الفونكشن جي وبالتالي اذا الفونكشن جي والفونكشن اف ليسوا متساويين يبقى الدومين هنا ايه لو انت بتطلع الدومين هتقول ان الريان نمبر معادة المقام بيسوي صفر يعني الاكس واحد بتسوي صفر يعني الاكس بيسوي واحد فهتقول لي كل الريان نمبر معادة الواحد هنا الدومين ايه قال لي الريان نمبر يبقى ده الريان نمبر كله انما ده الريان نمبر معادة الواحد اذا الاتنين فونكشن دولة مش متساويين مختلفين عن بعض. طيب المثال ده اتحلنا مع بعض وهو ما تحت الجزر لابد ان يكون greater than or equal zero لان ال square root ده يعتبر جزر من الدرجة الزوجية. فكل اللي تحت الجزر لازم يبقى اكبر من اوثاو الصف لانه موجود كمان في البصل. فx1 greater than or equal zero يعني معنى كده ان انت بتتكلم من اول الواحد لغاية المالة نهاية. والواحد معي عادي لان الصفر متاح مفيش مشكلة. هنا x square minus x ماينوس x. هندور برضو على النقاط اللي تخلي الاكس اللي تخلي تحت الجزر السالب ونستبعدها. فانا لو جينا قلنا x square minus x ماينوس x greater than or equal zero. لو احنا بنتطبق القعدة بتاعت اللي كانتها بتساوي صفر عشان نتطلع على الجزور او النقاط اللي عندها الاكس هتساوي او هتساوي صفر في المعادلة. هنطلع الاي بواحد. البي بسالب واحد. السي بسالب ستة. هيطلع عندنا كمتين اللي هما السالب اتنين والتلاتة. ازا نقطة السالب اتنين ونقطة التلاتة دولت عندها من روت بيساوي صفر. لما متعود بيطلع عندك قيمة بصفر. احنا عايزين نشوفها اللي اكبر من او يساوي الصفر. مش اللي بيساوي صفر. تمام? عايزين اللي اكبر من او يساوي الصفر. فبناء على زي ما احنا اتفقنا قلنا ان اللي ما بين السالب اتنين والتلاتة هتلاقيه بيطلع لك اشارة مخالفة. اللي اكبر هيطلع لك موجب. اللي اقل هيطلع لك موجب. ازا احنا لما نيجي نختار هنختار اللي اكبر من او ساوي الصفر فهنختار الجزء ده بلاس الجزء ده معهم طبعا السلب اتنين والتلاتة اللي هم قيمهم بتساوي الصفر. فايزا اللي هتنفعنا هو الانترفل دي من سلب ما لا نهاية لسلب اتنين ودي كلوزد عشان الصفر معي وهنا من تلاتة الانفينتي ودي كلوزد برضه علشان التلاتة معي. المثال اللي لسه كنا بنتكلم فيه وهو آآ الخاص به آآ اللي كنا بنتكلم عليه. زي ما قلنا ان ستاشر نواس اكس تربيع زينور ايكوال زيرو. ده وقت عيقدي الى ان اكس ماينس فور في اكس بلاس فور هتبقى ليسي زينور ايكوال زيرو. ده بسبب ان احنا ضربنا هنا في سالب. فقلبت الاشارة. وبعد كده هتبدأ تدور على الاجزاء اللي هي اقل من الصفر اللي هي سالبة يعني. هتلاقي لك زي السالبة اللي اقل من الصفر اللي هي ما بين السالبة اربعة والصالبة وبما انه بيقولك اقل من او يساوي الصفر ازا انا الاربعة والصالبة اربعة موجودين معايا من ضمن الانترفل. يبقى من ماينس فور لفور. وده هيكون الدومين بتاعنا. هنا لما يكون في عندي باست ومقام برزا ما اتفقنا بنتطلع الدومين بتاع ال باست. اللي هو هنا يبقى اكس اكبر من او ساوي الاتنين عشان ينحقق ان اللي تحت الجزرة اكبر من او ساوي الصفر. وتحت هندور على القيمة اللي تخلي المقام بصفر ابح Sofia يا سالب تلاتة على اثنين. يعني الريال النمبر معادها سالب تلاتة على اثنين. وبعدين ناخد التقاطع ما بين دومين بتاع الباسته والدمين بتاع المقام. اللي هو هيدي لك في الاخرrato من طول انفناتي. نفس الكلام هنا بنفس الطريقة. الدومين بتاع الباست والريل نومبر. المقام هيبقى هناخد التقاط و هيبقى من طول انفناتي. هنا كان فيه اختلاف شوية في المقام وهو ان الجزر مش على المقام كله. فكان الجزء ده الواحده بتقدر ان انت تجيب له ايه او تقول ان هو اكبر من او ساوي الصفر. ما تحت الجزر اكبر من او ساوي الصفر. ما خلناها اكبر من او يساوي. مش اكبر من بس. عشان الجزر مش ماخد المقام كله. وبعد كده شفنا اللي يخلي المقام ده كله بصفر على بعضه. طلعت قيمة الاكسب 4. فقلنا يبقى نبدأ من الصفر المالة نهاية. بس نشيل منهم الرقم 4. ولما نتقطع دوة مع الريل نمبر اللي هو كل الاعداد اللي جاية من البص يبقى طلعلي في الاخر من صفر الانفناتي مع عدى رقم 4. عشان نطلع دومين ورنج. بنفس الكيفية اللي تكلمنا فيها قبل كده بالنسبة للدومين. هيبقى هنا الريل نمبر مع عدى الصفر. علشان نطلع الرنج وقولنا ممكن تبص على الجراف بتاع الفانكشن. ومن خلال الجراف تبص على الواي. هي تمثل ايه بالنسبة للفانكشن? او بالنسبة للراسبة اللي انت عملتها. لو انت هتحلها جابريا فممكن تعتبر ان انت كأنك بتقول انا عايز احلها واعرف كيم الواي. فكيم الواي هي ديت او في اطار ايه كيم الواي? اللي هي ديت اللي تعتبر الرنج بالنسبة لي. فبيجيب بنجيب الاكس تمام? كأنها فانكشن في الواي. فبنقول هنا ضربنا طرفين في وسطين وبدلنا طلعت الاكس بالساوي تلاتة على واي. اذا كل قيم الواي تنفع كاوتبوت مع عدى ان الواي تكون بالساوي صفر. اذا طلع برضو الرنج بيساوي الريل نمبر مع ده الصفر زيه زي الدومين. انما في المثال اللي بعده دوت كان فيه اختلاف شوية وهو ان هنا كانت واي مينوس ريه في ينفع كله مع عدى التلاتة. انما هنا في الدومين كانت الار مع عدى الصفر. البلونوميا الفانكشن اللي قدامي دي اكس سكوير بلاس فور. كانت الريل نومبرز هي كل الارقام الحقيقية تنفعني في الدومين. انما في الرنج لما جينا نجيبه طلعت الواي اللي اكبر منها وتساوي الاربعة بس. يعني من او البسط فور لغاية الانفانيتي. وفي المثال التاني دوت لما جينا ان احنا نحله عملنا ايه? جبنا المعادلة دي على اساس ان هي كوادراتيك اكويشن. واخدنا الاي والبي والسي اللي هم القيم اللي موجود عندي. الاي معامل اكس تربيع. معامل الاكس. السابت كله. وحطناهم اي وبي وسي. وابتدائنا نتكلم على المميز وما تحت الجزر. اللي هو لازم يكون اكبر من او ساوي الصفر. اللي هو بي تربيع ناقص اربعة ايف سي. اللي هو قداني هنا سالب اتناشر زائد اربعة واي. لازم تكون القيم بتاعة الواي ديت اللي تديني دلالة اللي هي تكون اكبر من او ساوي الصفر. بناءا عليه رحنا موجوديني السالب اتناشر دي الناحية دي. وبعدين اسامنا على الاربعة. طلعت الواي اكبر من او تساوي تلاتة. يبقى هو دوت بالنسبة لي الرنج. نفس مثال السيركل وزي ما شفنا مع بعض ان احنا هننبقى انترست بس بالمنتصف الاول من السيركل لان دي الاكوشن بتاعته. انما لو حطينا هنا سالب يبقى انت بتتكلم على الجزء اللي تحت بالنسبة للسيركل اللي هو من صفر لغاية سالب اربعة. يبقى رنج هتلاقيه كده. انما الدومين هيتانيه هو هو من سالب اربعة لاربعة. هيختلف فس الرنج بدل ما انت هتاخد الموجة بعد اخد السالب. المنظر دوت شفناه المرة اللي فاتت وهو ان الفونكشن عبارة عن الماشين. بيجي لها الانبوت. الانبوت ده بيجي من الدومين. بعد كده بيطلع من الفونكشن ديت الاوتبوت اللي هو بيكون لي بعد كده ما يسمى بالرنج. اف اف اكس دي تعتبر هي الاوتبوت بالنسبة للفونكشن لما استخدمنا الكريمة اكس كانبوت بالنسبة للفونكشن اللي اسمها اف. ازا اف اف اكس دي تعتبر هي الاوتبوت بالنسبة للفونكشن دي. وبنمنيجي ننطقها بنقول اف اف اكس. يبقى ازا النين بتاع الفونكشن ده هو الاف والمتغير او الاندبندنت اللي احنا استخدمناه من الدومين عشان نقصين بي في الفونكشن هو الاكس. وعرفنا ان احنا لو رسمنا الفونكشن ديت وحبنا ان احنا نطلع الدومين والرينج. هنشوف على محور الاكس هنشوف الدومين او قيم الفونكشن بالنسبة لمحور الاكس هي الدومين. وقيم الفونكشن بالنسبة لمحور الواي هي الرينج. او بمعنى اصح قيم بالنسبة هي دي الدومين والقيم بالنسبة للفنكشن هي دي الرنش بما اننا بنتكلم على اذا الانبوت بتاعي هو عشان كده انا رحت لمحور شفت القيم كلها اللي تمثل من اقل قيمة لأكبر قيمة وقلت ان ده هو الانتربل بتاعت الدومين وعلشان الواي بالنسبة لي هنا هي الاوتبوت فروحت لي وشفت برضو اللي بيطلع من الفنكشن من اقل لقيمة لأكبر قيمة اللي يمثله على محور الواي وهو دوت طب النوتشن بتاع الفنكشن دوت ظهر امتى طبعا احنا اتكلمنا في المحاضرات اللي قبل كده وهو ان الفنكشن ظهرت من زمان قوي تقريبا من القرن الاتناشر بعد كده ظهر كلمة فنكشن او استخدام فنكشن من اللي هو كان في وقت اللي قبل لظهور التكامل والتفاضل بوقت بسيط بس النوتشن بتاع الفنكشن واستخدام الفنكشن بالشكل اللي احنا بنستخدمه دلوقتي ده ظهر بعدها بفترة في الكارن السبعتاشر سبعمية وتلاتين او خمسة وتلاتين في الفترة دي من عالم ليونارد اويلر وده هو تعالم سويسري طبعا اويلر مرتبط بالأويلر نامبر اسم طبعا يعني مسمع على اسمه طبعا رقم من ضمن الارقام المهمة جدا فيه الماسماتيكس زيه زي كده واستخداماتها الكتير يعني من ضمن الحاجات برضو اللي هي كان في اول واحد كان كتب النوتشن دوت كان اويلر اذا نحن النوتشن ده ما ظهرش مع بداية الفنكشن لأ ظهر بعديها او ابتدأ ان احنا دلوقتي بنستخدمه بالشكل ده في النهاية هو نفس او نفس بتاع الفنكشن وهو اننا عندي وعندي اوتبوت والفنكشن لها مسمى معين اللي هو المسمى اف في المسال ده فلو قلنا اف اف اكس اكوال اكس سكوير ماينس اكس بلاس فور ده معناه ان النين بتاع الفنكشن هنا هي الاف وان الاندبندانت فاريابل اللي هو الاندبود بتاعي هو الاكس وان كل ده كده على بعضه هو الواي هو دوات الاوتبود او الديبندانت فاريابل فده اللي احنا يعني عايزين نبقى متصورينه باستمرار لأي فانكشن هنكتبها بشكل النوتشن بتاع الفانكشن بالطريقة دي لو جبت الفانكشن ديت وحبيت ان انت تقصين بقى value مكان الاندبندنت variable مكان الاكس كانبوت بالنسبة للفانكشن دي كل ما هو عليك ان انت غيرت الاكس هنا بدل ما كنت بتقول اف اوف اكس بقيت بتقول اف اوف وان يبقى انت غيرت قيمة او عودت عن قيمة الاكس بواحد يبقى انك روحت للفئة اللي هي الدومين اللي كنت هتختار منها الفاليو اكس فاختارت منها القيمة واحد على اعتبار ان الواحد دوت بينتمي للدومين الخاص بالفانكشن دي معنى كده ان انت هتروح لي الفانكشن دي وتعوض مكان كل اكس بواحد فموضوع بسيط جدا فهتقول وان سكوير مينس وان بلاس فور يبقى كل اكس تشارت وتحط بدلها واحد واصبحت القيمة اللي هتطلع من الناتج ده هو ده الاف وف وان زي ما كان ده هو الاف وف اكس اللي هو بيمثل الواي ده كمان برضه هيبقى الاف وف وان اللي هو بيمثل قيمة الواي عند الاكس ما بيساوي واحد ونفس الكلام لو انت غيرت الواحد بزيرو لو انت غيرت الواحد بماينس تو فيش اختلاف هيحصل كتير كل ما هو يعني كل اللي انت هتعمله هو انت هتشيل الاكس وتحط بدلها القيمة اللي انت اخترتها تكون في الانبوت فلو حطيت صفر تبقى صفر حطيت مينس تو تبقى المينس تو هتعوضها مكان الاكس طيب لو انت كمان حطيت رمز تاني غير الاكس يعني قلت مثلا ان انا هعوض بالاي انا هعوض بالتو بي هي نفس الفكرة هو انت كان لك اخترت الاي دوت على اساس انه هو فاليو من الدومين او اخترت التو بي على اساس انها فاليو من الدومين فهتشيل الاكس وبخط بدلها الفاليو اللي انت اخترته وهيصبح الناتج بتاعك او الاوتبوت بتاعي هو اي سكوير ماينس اي بلاس فور او تو بي سكوير ماينس تو بي بلاس فور لو شفنا دلوقتي بعد الالجبرا اوف فانكشنز يعني بعد انت بتجمع اتنين فانكشنز بتطرح اتنين فانكشن بتضرب اتنين فانكشن او بتقسم اتنين فانكشنز ايه اللي هيحصل مفيش مشكلة خالص كل اللي انت بتعمله ان انت بتجمع الفانكشن دي او ناتج الفانكشن دي زاء الناتج الفانكشن دي او بتطرح او بتضرب او بتقسم بس في نقطة بس مهمة وهو ان لازم في الاسمة تتأكد ان الفانكشن اللي هتكون موجودة في المقام الناتج لها ما يكونش بيساوي صفر زي اللي قدامنا مثلا كده G of X فانت بتقول مثلا F بلاس G OF X هي هي F� plus G of X اكس جي اف اكس. اف اوبر جي. يبقى اف اف اكس hoy لكن تتأكد ان الji اف اكس دي لا تساوي الصفر. طب ال demain للفونكشنز دي هيكون ايه? كل ديت هيكون لها دومين واحد وهو التقاطع ما بين يعني لو جبت الدومين للف وجبت الدومين للجي. الفونكشن اف الوحدة لها دومين. والفونكشن ج الوحدة لها دومين. الدومين هي القيم اللي تصلها احتباء في الفونكشن دي. وارح تجايب التقاطع او الانترسكشن ما بين الاتنين دول فده هيكون لكل دي. يبقى سواء جامعة او طرحة او ضربة او اسمها. بس في نقطة لازم نزودها في حالة الاسمة وهو ان احنا ناخد بقنا ان ما يكونش فيه قيم من 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 التقاط وعلى انت اجبته ده بتخلي المقام بيساوي صفر. طب ازا وجدت قيم بتخلي المقام بصفر لازم تستبعدها من يبقى تقول الدمين ده فرق القيم اللي بتخلي المقام بيساوي صفر. طب لو كنت لو جبت سابت او اي real numbers وضربته في الفونكشن هي هي برضو هتساوي قيمة الفونكشن مضروبة في السابت ده فبرضو مش هتلاقي فيه فرق. لو اخدنا مثال وقلنا ان احنا عندنا ال f of x equal square root of x والg of x equal square root of 1 minus x. اولا انا عايز الدمين لو قلت مثلا على سبيل المثال حاصل جمعهم يبقى قلت f plus g of x. ايه هو الدمين للفونكشن دي? الدمين. وعشان اجيبي الدمين اهم رايح جايب الدمين بتاع الفونكشن f. واجيب الدمين بتاع الفونكشن g. واهم جايب ما بينهم الانترسيكشن. يبقى دي الفونكشن f. ودي الفونكشن g. وجيب ما بينهم الدمين ده الدمين. وده الدمين اجيب ما بينهم التقاطع اللي هو الانترسيكشن. فده يكون الدمين اللي هو مطلوب هنا ده. طيب لو راحنا للفنكشن الاولى دي. الدمين ليه هيبقى كام? طبعا دي بما انه هو جزر زوجي. جزر تربيعي. اذا اللي لتحت الجزر لازم يكون اكبر من او ساوي الصفر. يبقى الدمين هنا هو من زيرو لامفينيتي. من اكبر من او ساوي الصفر. من اول الصفر للمانا نهاية. طب وهنا هتقول وان مينس الاكس كأنك بالزبط بتقول لو وديت الاكس دي هنا كأنك بتقول واحد اكبر من او تساوي الاكس. كأنك بتقول ان الاكس اقل من او تساوي الواحد. فانت هساعد كنت بتودي الواحد ده هنا يروح بالسالب وتقول حضرة في سالب فتقلب العلامة. تمام? هي معنى قلبة العلامة معناها ان انت وديت قيمة هنا وديت قيمة يعني بدلتهم. زي ما كنت بتقول مسلا ان الاكس بالساوي تلاتة. فممكن تقول تجيب دي هنا وتجيب دي هنا. فتبقى سالب تلاتة بالساوي سالب اكس. هي هي. فهنا نفس الكلام. بس طبعا بيقول دي اكوال فالتجاهين ايه زي بعض. يعني متحسش بفرق. انما طبعا لما تكون اكبر واصغر متحس بفرق. فانت هي اما هتقول اكس اقل من او تساوي الواحد. على طول او هتودي الواحد ده هنا فيبقى بالسالب تضرب في سالب فهتبقى برضو اكس اقل من او تساوي الواحد. ومعنى كده انه هيبدأ من سالم ما لنهاية الى الواحد. لان فيها تساوي. يبقى لو جبت التقاطع ما بين الاتنين دو بين دول. يعني كنك روحت على خط الاعداد كده اهو. وقلت الاولاني من صفر المالة نهاية ادي زيرو. من زيرو الى انفانيتي. اهو. من زيرو الانفانيتي. والتاني من سالم ما لنهاية لغاية الواحد. ادي الواحد اهو. يبقى ده الواحد. اهو. من سالم ما لنهاية. كده الى الواحد. اهو. تقطحهم مع بعض. هو ايه? هو الفترة دي. المشتركين مع بعض فيها هو الفترة دي. اللي هي هتبقى من زيرو الى وان. هي دي الفترة المشتركة اللي تنفع للفونكشن الاولى وتنفع للفونكشن التانية اللي هو التقاطع ما بين الاتنين. فهتلاقي الدومين الاولاني اهو. الدومين التاني اهو. تقاطحهم هيديني من صفر الواحد زي ما شوفنا مع بعض. وهكذا بقى. سأنا قلت لابت بدك في الجامعة او في الطرح او الطرح دي ناقص دي او دي ناقص دي. وحصل ضربهم. كل ده هيديني نفس الدومين اللي هو من زيرو الوان. من زيرو الوان. لما اول لما نيجي عند عملية الاسمة ناخد بنا ان احنا نتأكد ان الارقام اللي من صفر الواحد دي مفيش فيها رقم يخلي المقام بيساوي صفر. فلو احنا جينا بصينا كده على اف اوفر جي اللي هي عبارة عن الفونكشن اف ايه والفونكشن جيه ايه. يبقى كأنك بتقسم اكس على واحد ناقص اكس تحت الجزر التربيعي. يبقى اكيد ان اللي لازم ده كله يكون اكبر منо يقصوا الصفر. ويحقق اللي انها. اللي هو من الصفر الواحد زي ما قلناه من شوية اللي هو يتقطوحهم. ولكن ايه الكويمة اللي ممكن تخلي المقام هنا بصفر? له قيمة الواحد. واحد ناقص اكس بتسوي صفر يبقى الايكس بتسوي واحد. لو حطت الايكس بواحد يديك صفر في المقام. فلازم تستبعد الواحد من الفترة اللي انت جايبة اللي هي من الصفر الواحد لازم تستبعد منها نقطة الواحد فلما تستبعد نقطة الواحد بالمنظر ده اللي يحصل يتحول الواحد ده الى كده بالمنظر ده يبقى من زيرو كلوز الى وان اوبن طيب لو قلت جي اوفر اف يبقى كانك بتسم الجي على الاف هتلاقي المقام بتاعك هو الاكس عشان الاكس طبعا ما يبقاش بصفر او المقام ما بقاش بصفر فلازم الاكس دي تستبعد منها نقطة الاي الصفر فلو قلت برضه من صفر الواحد واستبعدت منه نقطة الصفر. هو عايبة بالمنزر ده. من zero open الى one closed. هيكون بالشكل اللي قدامنا ده. مثال كمان على نفس الطريقة. ادي فانكشن اف ودي فانكشن جي. عايزين برضو الدومين هنا والدومين هنا وتقاطع الاتين دومين. لانه لو انت لك اجمعها دولة او اترحم او اضرابهم وطلع للدومين. فانت مضطر تجيب الدومين لده والدومين لده. وبعدين تطلع الانترسيكشن ما بينه. طبعا لو اخدنا دي لوحدها فتحت جزر تربيعي. فهنقول هنا ان ال nine minus x square greater zero equal zero. نفس الفكرة اللي قلناها من شوية. هي وديت دي هنا كده فها تبقى كأنها x square اقل من او تساوي التسعة. وبعد x square اقل من او تساوي التسعة. لو اخدت جزر الطرفين فها تلاقي التسعة دي بقت موجب او سالب تلاتة. بس انت بتتكلم في اقل من. ما بتتكلمش في equal. طبعا هي فيها equal. اذا نقطة التلاتة والسالب تلاتة هما معايا. لان نقطة الاقل او او عالمة الاقل موجودة اذا التلاتة والسالب تلاتة معايا. ولكن هو عايز ان الارقام اي رقم لما تاخده يتربع يبقى اقل من التسعة. طبعا لو انت مصريت هنا هتلاقي ان اي ارقام هنا ما بين التلاتة ما بين السالب تلاتة لما بتجيب لها square بتطلع رقام اقل من التسعة. لغاية ما توصل عند التلاتة يديك تسعة وعند السالب تلاتة يديك تسعة. اول لما تبدأ تزيد بقى تاخد اي رقم هنا بيطلع اكبر من التسعة. تربيع وهيطلع اكبر من التسعة. واي رقم برضو هنا تربيع وهيطلع برضو اكبر من التسعة. اذا الفترة اللي هتحقق اللي قدامي ده هي الفترة اللي ما بين التلاتة والسالب تلاتة. وناخد التلاتة والسالب تلاتة معنا علشان علامة الاكوال دي. طيب اه يبقى اول لما نشوف علامة اكوال او اقل من اول لنشوف اقل من او تساوي رقم حاجة تربيع اقل من او تساوي رقم على طول نقول منها ان الاكس هتكون اقل من او تساوي التلاتة واكبر من او تساوي السلب 3 يبقى انا احولها على طول للشكل ده اول لما لايقى اقل من او يساوي او اقل من احولها للشكل ده طبعا لو كانت اقل بس هتبقى اقل بس واكبر بس لو كانت اقل من او تساوي تبقى بالمنظر اللي قدامنا ده اذا الدومين هنا هيكون من من مينس 3 ل 3 طب لو روحنا بقى هنا عند الجي اوف اكس فهناخد برضو ال اكس سكوير مينس الوان جريتا زرور ايقوال زيرو معنى ان ال اكس سكوير جريتا زيرو ايقوال وان اخدنا برضو الجزر نفس الكصة ولكن هنا اكبر من هنا دي اصغر من انما دي اكبر من فلو رحنا بصنا كده هتلاقي برضو نقطة الواحد ونقطة السلب واحد اللي هما جزر التربيع للواحد واحد وسلب واحد معايا النقطتين تمام عشان علامة التساوي دي بس هو عايز اللي اكبر عايز الاركام اللي التربيع هيكون اكبر من الواحد فطبعا هتلاقي الارقام اللي ترباحها هي الارقام اللي هنا دي اللي هي اكبر من الواحد فترباحها برضو هيبقى اكبر من الواحد وهنا برضو الارقام اللي اقل من سالب واحد ترباحها هتلاقيه اكبر من الواحد انما لو خدت اي رقم ما بين السالب واحد والواحد هتلاقي ان تربيعه اقل من الواحد مش اكبر يبقى نفس الكلام هنا بقى بس هنا طبعا دي اقل من او تساوي فحولتها بالشكل ده لما تبقى اكبر من او تساوي حولها بانه شكلة. حولها بالشكل ده. هتبقى x greater than or equal one or x less than or equal minus one. يبقى حولها بالشكل ده. اكبر من او تساوي القيمة الموجبه. واقل من او تساوي القيمة السالبة. طيب. يبقى ده الدومين بالنسبة لجي. وده الدومين بالنسبة للف. لو جبنا بقى التقطع بتاعةهم مع بعض. يبقى لو حرسمنا مسلا كده. هادي الدومين الاولاني اللي هو باللون الاخضر. اللي هو كان من سالب تلاتة? مثل تلاتة? ده الدومين بتاع كل ده. اللي من الاغدر ده. والدومين اللي بالازرق اللي هو بتاع من اول الواحد. ما لا نهائيا ومن السلم ما لا نهية لغاية السلم واحد. اللي هي السهمين اللي ermo الازرق دول. اجزاء المشتركة ما بين الاخدر والازرق او ما بين والجي او فى اكس. دي المعاه. فهتم تلاقي الجزء ده كده. والجزء ده كده. دول الجزء المشتركين اللي هم العلم عليهم بالشكل ده. اللي هما يبقى. اللي هما من مينس ري لماينس وان. ومن وان لثري. طبعا هناخد الجزء ده. وناخد الجزء ده. ونجيب ما بينهم الاتحاد. او اليونيون. طيب نروح بقى ليه الكمبزيشن للفونكشن او الكمبزيت فونكشن. موضوع الكمبزيشن او موضوع الكمبزيت ما بين اتنين فونكشن هو عبارة عن ان انا مجيب فونكشن واخد الاوتبوت من الفونكشن دي. واعوض بيه على انه في فونكشن تانية. فكايني بقول فونكشن او فونكشن. ازاي الكلام ده بيتم? لو قلنا مسلا عندنا فونكشن اسمها اف. بتاخد امبوت اكس. بتطلع اوتبوت اف اف اكس. طيب وهناخد الاوتبوت اللي طلع من الفونكشن اف ده. نعتبره ان ده الانبوت بتاع الفونكشن التانية اللي اسمها جي. يبقى دي فونكشن تانية جديدة. يعني دي فونكشن اولى ودي فونكشن تانية. هناخد الانبوت الاوتبوت اللي طلع من الاف ونعتبره انبوت للفونكشن التانية اللي هي الجي. فيطلع منها اللي هو جي اف اف اكس. حيث ده الانبوت للجي. ولكن الاف اف اكس ده كان هو اصلا بتاع الفونكشن اف. فكاين بالزبط اتنف مصنع وعندك اه خطين انتاج خطة هينتك حاجة او هيطلع منتج. وبعدين الخط اللي بعده هياخد المنتج ده مثلا يغلفه او يعمل عليه اوبريشن تاني. فبياخد الاوتبوت اللي طالع من المشين اللي قبله مثلا على سبيل المثال. او انت هتروح من مدينة لمدينة فهتنتقل بمواصلة الاول لمدينة كده. وبعدين تركب مواصلة تانية توديك للمكان اللي انت رايحه. ففي النهاية كأنك بتقول فونكشن اف فونكشن. طبعا بتكتب ازاي? لو انت بتقول جي عند اف غير لما تقول اف عند جي. جي عند اف معناها الجي سيركل الاف بالمنظر ده. دي علامة الكمبوزيشن. سيركل دي. يبقى جي سيركل اف. دي معناها الكمبوزيشن جي اف جي عند اف. الكمبوزيشن اف جي عند اف. لان دي بدأت قبل دي. طيب. ده معناه ايه? قال لي ده معناه ان انت هتمر على الفونكشن اف الاول. وبعدين الاوتبوت اللي هيطلع من الاف هيكون هو الانبوت للجي. فدر تكتبها كده. جي اف 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 اكس. جي اف 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 اكس. مش انت عارف طبعا بتقول جي اف اكس. لأ شيل الاكس دي. امسح الاكس دي واكتب بدالها هنا اف اف اكس. فتبقى جي اف 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 اكس. فاصبح الانبوت للجي هو فونكشن اصلا اف اف اكس. اللي هو الاوتبوت بتاع الفونكشن اف يعني. طيب يبقى دايما ناخدها كده بالترتيب. يعني ناخدها بالشبه كده. اول لما نلاقي جي سيركل اف اف اكس. يبقى على طول اقول جي اف 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 اكس. وعلى طول لما اجي انطقها اقول الكمبوزيشن اف جي عند اف. ولما تلاقيها بقى العكس اف سيركل جي اف اكس. يبقى على طول دي عبارة عن الاف اف جي اف اكس. وعلى طول انطقها الكمبوزيشن اف انجي. طيب. ده الشبه اللي قدامناه. فونكشن جي. ليها انبوت. ليها اوتبوت. الاوتبوت. هيبقى هو الانبوت للاف. وهيطلع منها اف اف جي اف اكس. طيب وده احنا بنقول عليه اف سيركل جي. ده ليها انبوت ولها اوتبوت. اكيد فيه هنا شرط لازم يتحقق. وهو علشان الكلام ده يتم ممكن يحصل مشكلة هنا. وهو ان تلاقي الفونكشن جي. مطلعة اوتبوت. تيجي تخليه انبوت للفونكشن اف. يقولك ده مش موجود عندي في الدومين. عشان تضمن ان الكلام ده حيبقى والسكة دي هتبقى ماشية مزبوط. لازم تقول ان بتاع الجي لازم يكون من الدومين اللي بتاع الف. يبقى لازم اي حاجة تكون بتطلع من الجي وهو ده اللي بنسميه بالنسبة للفونكشن جي. هيبقى او فئة جزئية من الدومين اللي يصلح لمين للفونكشن اف اللي هو الانبوت بتاع الفونكشن اف يعني اللي هيبقى للفونكشن اف. طب ممكن يبقى يسويه او ممكن يسويه لان انا قلت ما قلتش فممكن يتساوي. وممكن الفونكشن اف يبقى عندها حاجات تانية زيادة مفيش مشكلة. بس اهم حاجة عندي ان ما يطلعش قاوت بوت من عند الجي اجي عوض لي في الاف وما ينفعش. فدي اهم نقطة لازم اكون اه واخد بني منها. طيب. لما نيجي نطلع الدومين بقى للفونكشن ديه الجديدة دي. اللي يبقى يبقى دولاتي مركبة كده جوة اتنين فونكشن. اف و جي. وبدأ الاول بالجي. واخد الاوتبوت عوضه في الاف طلع في النهاية اوتبوت. فبقى ليها اوتبوت وليها اوتبوت. زي ما احنا شايفين كده. كأنها عبارة عن دمج ما بين الاتنين فونكشن دول. طب ديت اساسا هتطلع لي احد يبقى ليها في الاخر هيبقى ليها في الاخر هيبقى ليها شكل في الاخر. انا ممكن اروح هحسب له الدومين. زي ما قلنا قبل كده. ازاي نحسب الدومين. فانا ممكن لما طلع فونكشن هحسب لها الدومين. بس لازم اخب بالي من حاجة بعد ما احسب الدومين ده. هل الدومين ده هو يعتبر يصلح كدومين للفونكشن جي ولا لأ? ما يالجي دي هي البداية زي ما انت شايف. طيب ما ينفعش ان انت تيجي تقول لي ان الدومين بتاع الاف سيركل جي هو R مسلا. وتيجي تبص على الدومين بتاع الجي تلاقي انه هو لا ده ما ينفعش فيه الاركام السوالة. ده ما ينفعش فيه رقم تلاتة مسلا. ده ما ينفعش فيه رقم اربعة. في الحالة دي اعمل ايه? في الحالة ديها تاخد الدومين بتاع الجي وتقول هو ده الدومين اللي بس انا هقول الدومين بتاع الفونكشن دي مسلا هو من صفر لتلاتة مسلا. حيثوا الاعداد دي بس هي اللي هتنفع ان انا استخدمها في الكمبيزيشن ده. فما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة ان الدومين بتاع الفونكشن جي يكون اكبر من الدومين اللي انت بتطلعه للفونكشن الكمبيزيشن. انما العكس لا. ما ينفعش ان انت تكون بتطلع دومين للكمبيزيشن اكبر من الدومين بتاع الفونكشن جي. فعشان كنا لازم نقول ان لابد ان الدومين بتاع الكونبزيشن يكون من الدومين بتاع الجي. لازم يبقى من الدومين بتاع الفونكشن جي. طيب ماشي? بتشوف الكلام ده في الامثلة هيبقى واضح. فلو جبنا مسلا اف وجي اوف اكس. دي ودي اكس بلاس ون. وقلت انا عايز اف سيركل جي. اول لما تقول اف سيركل جي يبقى على طول بتقول اف اف جي اوف اكس. يبقى على طول تروح عند الفونكشن F وتشيل كل X فيها وتحط بدلة G of X يبقى نروح هنا نشيل X دي ونكتب بدلة G of X يبقى كانك بتقول كده جزر G of X طب ما G of X أساسا هي X زيد واحد تمام يعني كانك بتقول جزر X زيد واحد كده أنا جبت F circle G طلعت بالشكل ده طيب لو جيت قلت لك طلع لي الدومين بتاع الايه هتطلعه ازاي هتقوم رايح للمسألة دي جايب لها الدومين عادي خالص كده مسألة يعلى وحدها فهتقول X زيد واحد أكبر منها وصوص صفر يعني X أكبر منها وتساوي السالب واحد يعني من سالب واحد لإنفينتي فهتقول من نيجاتف وان كولوز إلى إنفينتي وتروح تبص بعينك على الدومين بتاع مين بتاع الجي اللي هي البداية بتاعتك اللي هي الجي دومين الجي هنا كام الار لانها بلونوميا بالدرجة الاولى هي بلونوميا الفونكشن يبدو مين على طول هو الار. طب هل ده من ده? اه تمام. يبقى خلاص يبقى ده من الصح اللي هو من سالب واحد لما لنهاية. ده اللي انا هقوله ده الاجابة بتاعتي مزبوط. طبعا ما ده يعتبر من ده. اهم حاجة ان ما ينفعش هروح الاقي ان في حاجة زيادة انا طلعتها في الاجابة مش موجودة عند الجي. طبعا غلط. طب ازاي هابدأ بيها في الجي? ما هتطلع لي ايرر. طب نروح نشوف كده. هي هي. جي وف اف اكس. يعني لو روحت هنا عند الجي شلت الاكس كتبت بدأ لف اف اكس. فتبقى هنا اف اف اكس زياد واحد. وف اكس هي عبارة عن جزر اكس. يبقى انها جزر اكس زياد واحد. طب هات الدميل دي? الدميل دي هي بقى اكس اكبر من اوصول صفر. يعني من صفر المالة نهاية. فتروح على طول تبص بقى. على الدميل بتاع الف بقى المرة دي. يبقى النهار مرة دي دلوقتي مش هنروح بقى عند الجي خالص. هنروح عند الف لان الف هي البداية بتاعتي. يبقى دايما ده اروح اشوف الفونكشن اللي بتبدأ اللي هي هنا. اللي هي كانت تبدأ هنا. بتبدأ مع الاكس هي الاف. وهروح اشوف الدوميل ليه. الدوميل ليه كان برضو من صفر المال نهاية. وده من صفر المال نهاية. ده صبست من ده? اه صبست ما ولو متساوييني ما صبست. ما احنا قلنا التساوي. ما الصبست يشمل التساوي. يبقى كده برضو الاجابة دي صح. طب اف في سيركل اف. يبقى انك بتروح تشيل الاكس دي وتحط بدلها اف اف اكس. فديها تبقى جزر اف اف اكس. والف اف اكس بجزر اكس. فتبقى جزر جزر اكس. ودي عبارة عن الجزر الرابع لل اكس. ليه اكس والسروبة او جزر رابع الاكس. الدوميل ليها زي وزي الجزر التربيعي بالزبط لانه الجزر زوجي. فهيبقى برضو من صفر المال نهاية. ودوميل الاف من صفر الجزر. نهاية طب. طب جي. يبقى جي. جي. يبقى جي. يبقى корпر arts يبقى كاانك هتروح تشيل الاكس دين صح بلها جي اف اكس. فاتبقى جي او اكس بلاس وقر في جي اف اكس بايق سزايد واحد فكدا بقيت ذايد واحد. دي العariat جي اوب اكس. اللي اتاك ده بتاع مكان الان. وزايد الواحد دي اللي كانت موجودة اي في القوم. شلت انت جي اف اكس tuh بدا لأ اكس زائد واحد او اكس زائد واحد. فبقت اكس بلاس تو يعني. والدومين ديها هيكون مين الار. والدومين بتاع الجي هو الار. تمام يبقى تمام صبست يبقى دي كلها كده ايه محلولة صح. يبقى زي ما نحللنا مع بعض او 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 انا بجيب لهم باي طريقة جبنا جميع الاحتمالات او 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 مع الاف و جي مع الجي بنفس الطريقة. لو حينا نجيب الدومين هتلاقي ان الدومين ده برضو بنسلم واحد لمالة نهاية. تمام لان الدومين بتاع الجي كان الار. فهو صبست منه. وهنا من صفر المالة نهاية. والدومين بتاع الف من صفر المالة نهاية. تمام برضو. ينفع صبست منه. وهنا من صفر المالة نهاية. صفر المالة نهاية. تمام. ودي الار. والدومين بتاع الجي هو الار برضو. تمام. لمصة على المثال ده كده علشان نبان فيه. انت ممكن يحصل مشكلة. ده المطلوب. وبعد ما نجيبه هتليلو الدومين. تبتع لن اجيبه الاول. اف سيركل جي اوف اكس يعني اف اوف جي اوف اكس. يعني روح عند الفونكشن اف شيل الاكس اي اكس موجودة فيها واكتب بدلها جي اوف اكس. فهتبقى كده جي اوف اكس كل تربيع. انا شلت الاكس كنا بتبدلها جي اوف اكس. وجي اوف اكس اساسا هي عبارة عن جزر اكس. فهتبقى جزر اكس كل تربيع. فهيطلع لي اكس. هات الدومين بقى. لما تجيب الدومين لل اكس هتقول لي الار. صح? اه صح. بس بص بقى. هو الدومين بتاع الجي كان بكام. الجي اوف اكس. الدومين لها كام? ده دي جزر اكس هيدي. هاتلي الدومين لدي. فما تجيب الدومين للجي هتلاقيها عبارة عن من زيرو الى انفينتي. لان عشان ما يبقاش تحت الجزر سالم. فهتقول اكس اكبر منها وتساوي الصفر. طيب هل بقى الار من الدومين بتاع الجي اللي هو من صفر مالة نهاية? لا طبعا. طب نعمل ايه في الحلقة دي? ناخد التقاطع ما بينهم. يعني ناخد الدومين بتاع الجي. يبقى الدومين بتاع الفونكشن دي اللي هو الكمبوزيشن هيكون من صفر المالة نهاية. دي الاجابة الصح. وهاتكون الاجابة دي بقى غلط. رقم ان اي حد بيحل السؤال ده هيقول الدومين ار. بس ما بينك بتحل الكمبوزيشن. فلازم تتأكد ان الدومين بتاع الفونكشن الاولى. تمام? هيبقى اللي انت بتقوله ده فيه يعني وطبعا الكلام ده مش متحقق هنا. ده ده اكبر. اكبر من الصفر مالة نهاية. لا يبقى ناخد بقى التقاطع اللي هو هناخد الاصغر يعني اللي هو يبقى من صفر الى مالة نهاية. يبقى دي الاجابة الصح. وده هتبقى الاجابة الغلط. يبقى طبعا لو جينا نقول الدومين هنا يبقى ايه? هتقول الدومين هنا بالصفر مالة اهي. على الرغم من انك بتقول انها بتساوي اكس. اه تمام بتساوي اكس. ولكن مش هنقدر نعوض فيها باركام سوالب علشان بداية بتبدأ بال جي اللي هي اساسا ما تنفعش يتعوض فيها بكيام اه سالبة خالص. لان هي بتقول جزر تربيعي لل اكس. فما تنفعش تقوله بسالب تلاتة بسالب اربعة يطلع عليك ار. فطبع ان تبقى اجابة دي غلط. وتبقى الاجابة دي هي اللي صح. موسيقى